الأستاذة الدكتورة نيرمين محمود بدوي استشاري طب وجراحة العيون مدرس طب وجراحة العيون دكتورة طب وجراحة العيون بكلية الطب زميل كلية الجراحين الملكية البريطانية جلاسجور زميل المجلس العالمي للطب وجراحة العيون كامبريج عضو الجمعية الأمريكية لطب وجراحة عيون الأطفال والحوال AAPOS عضو الجمعية الأوروبية لطب الأطفال EPOS أهلاً بيكم النهاردة يوم عن الحاول شديد الأهمال خلينا أقول لكم حكتير مهمين جداً هكلمكم عن لونارد ديفانشي وهكلمكم عن الأولاد الأطفال نبدأ بالأطفال الأولى التابلت خطير جداً يا جماعة الأطفال اتنبهوا جداً إنه يعني لو أنت المفروض هتجيب ليه منك تابلت أنا بعتقد إن فيه دراسات أنا سكرتها كويس جداً وقريت عنها كتير أكتر من دراسة بتقول إن التابلت في الأطفال بعد سن 8 سنين وفيه ناس بتقول بعد سن 12 سنة يعني تخيلوا إن الطفل المفروض أو الشخص يفضل لغاية سن 12 سنة معهوش تابلت ويبدأ بعد كده لها أسباب كتيرة جداً سيكولوجيا نفسية الكلام بيفرق وهنلاحظ الأجال الجديدة ما بتعرفش تكلم كويس أنا كنت في حاجة قريبة يعني لاحظت إن الشباب اللي هم 24 سنة 25 سنة كتير منهم رعبش تكلم بشكل جيد يعني مش منطلق في الحوار اللغة العربية عندهم فيها مشكلة كمان في الحوار يلجع لإنه التابلت صبعاً الدوق لازرق بتاع التابلت ده بيبوز النوم كمان وبيبوز أعتقد بيأثر على شباكية العلة وحساسة ليونارد ديفانشي بقى تسيبك بقى من الأطفال قولنا التابلت عشان عنيك وأواء الأخيرة طيب مين ليونارد ديفانشي؟ ده أشهر مشهور في عالم الفن أشهر رسام عالمي على الإطلاق مهندسه رسام عبقري في دراسة عملت دراسة دي بريطانية نشرت في مجلة اسمها جامع ومجلة جامع دي مجلة متخصة في أمراض العيون قالت إنه والرأسها اسمه كريستوفر تايلر رأس الدراسة ديته كتب قال إنه أعمال ديفانشي بالدقة الشديدة دي نتيجة عيب في درجات الانكسار في عينيه وقال إنه التباعد بين عينيه وقال إنه عين ديفانشي اليسرى هي اللي بتبدي إنحرافا وقال إنه ده نوع من الحاول يسمي الحاول الوحشي هو اللي إده فرصة لدفانشي إنه يشوف العالم بطريقة مختلفة وإنه شاف الأجسام بطبيعة 3D أكثر وكل رسوماته فيها درجة من درجات ربما برضو التأثر والحراف في العين ده شيء ما يخلنيش أقولي أنه يخلي الولادة عندهم حاول لكن ده يعني حاجة لفتت انتباهي جدا هل ممكن إنه درجة الانحراف البسيطة في العين تجعل الإنسان بس طبعا رسمه موهبته والعبقرية بتاعته يحاجة تانية غير النظر نفسه ممكن واحد يرسم ونظره ضعيف جدا مش محتاج نظر قوي بس حتة أو دراسة تستحق النظر والفكر لكن الحاول كعملية والاستعدادات للتعامل معها كخضية علمية مهمة جدا هذا هو محور حوارنا النهاردة مع قيمة علمية متميزة واسم كبير في عالم العيون بتسعدني جدا بحوارها العلمي والتقني الرائع للغاية وبستعد دايما لسماع صفة أكاديمية في هذا الشرح التفصيلي بتسعدني وبترضي نهم العلمي ضيفتي العزيزة الأستاذ دكتور النلمين البدوي استشاري طب وجرحات العيون وأستاذ مساعد طب وجرحات العيون بكلية الطب صاحب الدكتوراه طب وجرحات العيون بكلية الطب زميل كلية الجرحين الملكية البريطانية جالسكو وعو زميل المجلس العالمي للطب وجرحات العيون كامبريج وعضو جمال أمريكيا لطب وجرحات عيون الأطفال والحاول وعضو جمال أوروبية لطب الأطفال ده فاتل عزيزة أهلا بيك دكتور النهاردة أهلا بيك دكتور أيني خلينا نبدأ بسؤال عام الأول حولة حالة الحاول هذه الحالة المهمة جدا ما قيمة الاستعدادات فيما تعلق بحالة حاول هو هنتكلم على الحاول كجراحة زي أي جراحة استعداد الجراح لأنه يعمل جراحة معينة أكيد طبعا بيفرق في نتاجة الجراحة سواء من حيث التوقيت بتاع الجراحة أو اختيار التقنية المناسبة اللي تدي المريض أفضل نتيجة أو الطريقة اللي ممكن يتم بيها التعامل مع المريض بعد الجراحة لكن في حالات الحاول بالذات الاستعداد اللي قبل الجراحة ده بيعتبر جزء من العلاج مش مجرد استعداد للجراحة زي ما بنقول كده للطلبة لما بييجي طالب يقول أنا عايز أتعلم أو عايز أتخصص في مجال الحاول احنا بنقوله أن قرار العملية والاستعداد للعملية وفحص الحالة قبل العملية عليه أكتر من 90% من نجاح جراحة الحاول يعني أنا لو عندي مريض عنده مياه بيضة أنا أول ما بشوفه هعرف أنه عنده مياه بيضة خلاص قرار العملية تقريبا بيتاخد في وقتها إنما حالة الحاول بتحتاج لمجموعة من الفحوصات ومجموعة من الاستعدادات قبل ما ناخد القرار النهائي لأن العيان ده هيمر بأنه يعمل عملية حاول أو لا أنواع الفحص إيه؟ فحص حالة الحاول بيبتدي والحالة دخلة من باب العيادة احنا لازم نراعي أن مريض الحاول ده مثلا وهو داخل هل هو داخل واخد اتجاه معين براسه؟ هل راسه بتحدف حتة معينة؟ هل بيرفع راسه زيادة عن اللزوم؟ هو بيتكلم بينزل راسه زيادة عن اللزوم؟ التاريخ المرضي للمريض شيء مهم جدا جدا في حالات الحاول لازم نعرف الحالة دي وراسية هل هي حديثة؟ ابتدت من إمتى؟ لدرجة إن احنا ممكن نطلب من الأهل إن احنا نشوف صور للطفل ده وهو صغير علشان نشوف هل الحالة كانت موجودة من وهو صغير ولا لا؟ هل بتتطور ولا لا؟ هل الشكل ده هو اللي موجود ولا لا؟ هل هي وراثية ولا لا؟ هل هي بتصاحبها أعراض تانية أو مش بيصاحبها أعراض تانية؟ فحص الطفل فحص قدرته على رؤية الصور الثري دي اللي بنسميه عمق الرؤية بيفرق في نتيجة عملية الحاول طبعا فحص نظر الطفل والانكسار البصري اللي موجود في عينه بيفرق جدا في إن أنا أخد قرار إن أنا أعمل عملية حاول أو أعالج الحاول ده بأي طريقة غير جراحية بحيث إن هي تديني نتيجة أفضل السؤال الحاول سعتب معه مشاكل في النظر نفسه في الانكسار يعني قصر النصر معرفش بقى طول نظر هل لابد إصلاح قصر النظر قبل عملية الحاول؟ عملية الحاول عملية تدريجية لازم تتم بخطوات معينة ما ينفعش فيها خطوة تسبق الخطوة التانية من أهم الخطوات قبل ما أعمل عملية الحاول إن أنا بفحص العين بشوف العين دي من أول القرانية لغاية الشبكية القرانية والعدسة وشبكية العين بحيث إن أنا أعرف إيه المسبب اللي بيسبب المشكلة اللي عمل هل الحاول ده حاول ابتدائي؟ واللي هو حاول نتيجة مشكلة موجودة في العين؟ من المسببات اللي ممكن تسبب الحاول إن يبقى فيه مشاكل في الانكسار البصري أو اللي بنسميها في العادي كده ضعف نظر إن الطفل ده يبقى عنده طول نظر أو يبقى عنده قصر نظر وبالتالي بيسببه الحاول أو إن الحاول ممكن نتيجة ليه يحصل كسر في العين يأثر على الرؤية زي ما إحنا شايفين مثلا إحنا عندنا طفل عنده طول نظر طول النظر ده تسبب فيما يسمى بالحاول الأنسي التكيفي الحاول الأنسي التكيفي دي حالة لا يتم علاجها أصلا بالجراحة علاجها الوحيد إن الطفل يلبس نضارة وهي اللي بتعالج الحاول اللي ظاهر ده ولو كان الطفل ده اتعمله جراحة كان هيعمل الجراحة وبعد الجراحة برضه لسه عنده طول نظر وبعد كده هنلاقي إنه عمل الجراحة وبرضه ما زال عنده الحاول الأنسي ده فبيبقى علاجه الوحيد زي ما إحنا شايفين كده النضابر الطبية لو ما تمش عمل فحص للطفل ده وعرفنا إيه عيوب الانكسار البصري اللي موجودة ما كناش اكتشفنا الموضوع ده وكنا هيتعمله جراحة خاطئة في نقطة عايزة فهمها كويس الحاول ومعا كسل العين يعني إيه كسل العين أساسا؟ كسل العين هو عدم رؤية العين على قدرة العين على الرؤية الكاملة اللي احنا بنسميها 6 على 6 or 20 over 20 إن الإنسان ما يقدرش يشوف بطريقة كاملة 6 على 6 بالرغم من عدم وجود عيوب خلقية أو عيوب مرضية في العين تبرر وجود هذه الرؤية غير الكاملة يعني مثلا إن هو ما يبقاش عنده انكسار بص ما يبقاش عنده قصر أو طول نظر إن هو لو لبس نظرته بتظل الرؤية ما توصلش لمرحلة 6 على 6 وبالتالي كسل العين دي حالة بتسبب الحاول وحاول بيسبب هو كمان كسل العين دي بنسميها الدايرة المفرغة إن طفل يبقى عنده كسل في العين فالعين دي يحصل فيها انحراف لما يحصل انحراف بيأثر على علاقة المخ بالعين والرؤية بتاعت العين فبتزود كسل العين وبنبتدي نمشي في الدايرة المفرغة دي هل فيها تدريبات للعين؟ احنا بنسمي تدريبات العين اللي هي احنا بنسميها بتبقى علاج في الغالب لكسل العين أو تدريبات لعضلات العين فينه عين من التدريبات للأسف فيه دلوقتي ناس بتهاجم قوي علاج كسل العين وبتهاجم قوي إن احنا بنستخدم الطرق المضمونة لعلاق كسل العين اللي احنا بنسميها الاي باتشينج أو تغطية العين والمشكلة إن تغطية العين دي تعتبر أهم وسيلة وأكتر وسيلة تم الاعتراف بيها لعلاق كسل العين بالذات في الأطفال وإنها ممكن تنقذ الطفل ده من إنه أصلا يعمل جراحة في العين يعني فيه أطفال لو إحنا عملنا لهم جراحة وهو بيعاني من كسل العين النتيجة إن إحنا بنعمل الجراحة وبيحصل مشكلة تاني وبيحصل حاول تاني وبالتالي إن تغطية العين دي بتبقى هي أكثر طريقة تم الاعتراف بيها عالميا في أحدث الأبحاث لعلاق كسل العين وبالرغم من إن فيه دلوقتي وسائل تكنولوجية كتيرة تم استخدامها لعلاق كسل العين باستخدام ألعاب الفيديو باستخدام الألعاب الملونة باستخدام المحفزات البصرية إلا بالرغم من كده بيظل تغطية العين هي أكثر وسيلة فعالة في علاق كسل العين بالرغم إن فيه ناس دلوقتي بتحاول تهاجم ده لكن ما أعتقدش إن هم مطلعين بما يكفي على أحدث الأبحاث اللي قالت إن كسل العين ده أهم وسيلة اللي ممكن تنقذ العين دي فعلا من الفقد إن إحنا نعمل لها التغطية دي بطريقة آمنة وبطريقة علمية بحيث إن إحنا ما نسببش ضرر للعين متيجة التغطية دي وبستغلوا يعني مشاعر الأهل ويبدأوا يقولوا لا أنت تغطي العين والوضع يبقى بعمل زي القرصان وبتاعه وكلام ده مش منطقي ولا علمي خالص يعني بالعكس إن تغطية العين هي فعلا الستندر الأساسي لعلاج كسل العين أكيد طبعا مش أي أسلوب ابتداعي إما لوش واقع علمي مثلا من استخدام ليزر وبتاعه ما ينفعش عمل ليزر للأطفال في السن الصغير نهائي نهائي زي ما قلنا كل مرة وبنأكد على الموضوع ده تاني الليزر في الأطفال تحت سن 18 سنة بدون مبرر علمي يعتبر جريمة في حق الطفل ده للأسف الناس بتستغل إن الأهل أولا بتبقى عايزة تعمل لإبنها أحسن حاجة بتتمنى إن هي تخلص من المشكلة بطريقة نهائية وبأسرع وقت ممكن ساعات ما بيبقاش عندها الصبر إن هي تعمل التدريبات الكافية أو تعمل تقطير العين وفيه ناس بتحاول توهم إن الليزر هيحل المشكلة الطفل ده نظره بيتغير عينه بتكبر الانكسار البصري بتاعه بيتغير من هنا للشهر الجاي للسنة الجاي لو حتى تعمله ليزك دلوقتي بعد شوية هنلاقي نظره تغير وهيحتاج إن هو يلبس النظارة تاني إحنا ما حلناش المشكلة بالإضافة إن إحنا بنتدخل في النسيج بتاع العين نفسه وبنأثر عليه وهو لسه في مرحلة النمو والتكون السؤال المهم إنه التوقيت لو إنسان قعد فترة ما صلحش عينه وكبر يمكن إجراء عملية؟ زي ما قلت في أي وقت الحاول بالعكس في الكبار بيدي نتيجة ساتسفاينج زي ما بنقول أو نتيجة مرضية جدا لإنه هو الهدف منه بيبقى بالأساس إصلاح شكل العين وبيبقى قياس زاوية الحاول أسهل كتير بتبقى زاوية الحاول ثبتت خلاص ما بتبقاش هتتغير بحيث إن أنا ما ممدش إيدي في حالة وأنا الآن هي لسه هتتغير هي ممكن يبقى عنده كسل لازم أصلحه في مشكلة في النظر لازم أصلحها في الكبار الزاوية بتبقى أكثر سباتا والنتيجة بتبقى واضحة فبالتالي بالعكس هو كل ما البني آدم بيكبر ومحتاج يعمل عملية حاول بيعملها لكن إحنا بننصح إن هي تتعامل بدري للحفاظ على وظيفة العين بالإضافة للحفاظ على شكل العين الناس دايما بتسأل ممكن عملية الحاول تسيب أثر في العين هيبان بعد كده هو عملية الحاول عمتا من أكثر العمليات أمنا في عمليات العيون لسبب بسيط أنا لما بيجيني مريض دايما بيسأل السؤال ده هي العملية هتتسيب أثر طب هي هتأثر على نظري الحقيقة إن عملية الحاول لا بنشتغلها على العين من برة يعني مش بنشتغلها على الجفن مثلا من برة بحيث إن هي تسيب شكل جرح أو شكل مشكلة زي ما إحنا شايفين إنه دي طفلة وكان عندها حاول ودي نتيجة العملية بعد الحاول إحنا بنشتغل على الجزء اللي ما بين الجلد بتاع العين وما بين العين نفسها إحنا ما بنشتغلش على العين ما بنقصرش على النظر ما بنقصرش على الرؤية ما بنقصرش حتى على العين نفسها إحنا مشتغل على العضلات اللي حوالين العين حتى في مرضى بيجو بعد العملية يقول لي لا بس أنا بقيت أشوف أحسن بالأناظر يتحسن بالعملية قلوا لا برضو مش إحنا السبب إحنا ما بنقصرش على النظر بعد عملية الحاول هي ممكن تأثر على مجال الرؤية ويتحسنه لكن لا بتأثر على الانكسار البصري ولا هي بتسيب الأثر الكبير خصوصا إن احنا دلوقتي ما بنشتغلش عمليات الحاول زي زمان يعني زمان كنا ممكن بنعمل جرح كبير بنفتح على العضلة كلها علشان نبقى نقدر إن احنا نشوفها لكن دلوقتي بقى الحاول دخل فيها تقنية المايكروسكوب بقى إنا بنفتح فتحة لا تتعدى لتنين ملي بندخل بالمايكروسكوب للعضلة نشتغل وبنحرك العضلة سواء للأمام أو للخلف وبعد ما بنخلص بنخرج وبنقفل الفتحة لتنين ملي دي بتبقى بغرزة واحدة والغرزة دي هي بتتحلل لوحدها حتى ما بنجيبش المريض علشان خاطر نفكها والموضوع بينتهي في أقل من تلت ساعة نورتيني وشرفتيني وكالعادة أبداحتي شكرا جزيلا لتنيني نفاتي العزيزة الاسم المتميز القدير في هذا المجال أستاذ الدكتور نيرمين البداو السيشاري طب وجراحة العيون وصحابة دكتوراه طب وجراحات العيون بكلية الطب وأستاذ مساعد طب وجراحات العيون زميل كلية الجراحين الملكية البريطانية في جالكسو زميل مجلس علامي طب وجراحة العيون كامبريج كانت نفاتي فيه واحدة من أرقى حلقتنا فيه الناس الحلوى يبقى الحاول مشكلة اجتماعية في منتهى الأهمية ومنتهى أيضا القسوة على الأطفال والكبار ينبغي أن ننظر لها بعين الرحمة والشفقة والإحساس بين المشاركة والمسؤولية وحزاري أن يتم التنمر بطفل يعاني من مشكلة الحاول حزاري ثم حزاري لدي أدنى درجات التربية والإساءة خليكوا دايما معنا سرحان اسمه يعني يعتبر واضح هو تعبير أو انعكاس عن عدد البويضات اللي من باقية جوا المبيض وبالتالي قدرة المبيض على إنتاج بويضات سواء كانت في دورة طبعية أو استجابة المبيض للمناشطات مع أدوية تنشيط الطويل زي ما دكتور يشام ألف حلقات قبل كده أن كل واحدة فينا كل سيدة فينا مولودة بعدد معين من البويضات بيقل بالتدريب بيقل مع كل دورة بيقل مع كل سنة يقل قوي بعد سنة الثلاثين قوي قوي بعد سنة الثلاثة وتلاثين وهكذا يقل بمحضار تام بعد سنة الثربعين سبب طبيعي السن وده اللي احنا ملناش حكم عليه وبعض الأسباب مع سنة صغيرة يعني واحدة في العشرينات مثلا ليه مخزون المبيضة بتاعها هيكون قليل في حاجات احنا ملناش يد فيها زي مثلا عوامل وراثية أو عوامل جينية وفي حاجات دي اللي احنا نقدر إن احنا نتجنبها أو ناخد بالنا منهم دراسات جديدة مثلا نتكلمنا فيها عن تسقيب المبيض في عيانين التكييسات زمان كنا بوفرة نعمل عيانا عندها تكييسات تسقيب للمبيض على نحية أو نحيتين دلوقتي مثلا الدراسات الجديدة بتتكلم إنه تسقيب المبيض ده من الحاجات اللياتي بناخد بالنا منها جدا وتتعمل بحرافية وبحرص شديد على مبيض واحد ولو محتاجينه أو نتوجه لوسائل الإخصاء المساعدة على طول لإنه استجابة المبيض بعد التسقيب ممكن جدا يحصل نقصة مخزون المبيض بنسبة كبيرة غير متوقعة يعني واحدة تكون بتاعها أو مخزون المبيض بتاعها مثلا عشر أو اتناشر وبعد التسقيب من غير يعني حاجات احنا نقدر نتحكم فيها دي أول حاجة تدخلات جراحية بقى مثلا واحدة عندها ورم كيس على المبيض عملت عليه تدخل جراحي التدخل الجراحي ده لازم يكون بري جنتل يعني لازم يكون حد بيفهم جدا جدا يشل لها الكيس ده مثلا ده لو مطلوب إنه يتشال يعني فيه ناس بتتدخل على أكياس صغيرة جدا مش مطلوب أصلا ديها تدخلات جراحية ده ممكن يأثر لنا وبقوة على مخزون البوايضات عندها نوعية الكيس طبعا بتفرق كيس شوكولاتي بصني تراحي بمهاجرة واللي هو ورم حميد طبيعته بتفرق وجود بعض الحاجات في المبيض زي مثلا الكيس الشوكولاتي الوحده يقلل المخزون والتدخل عليه يقلله أكتر وأكتر بعض الحاجات اللي ممكن تأثر لنا كمان على مخزون المبيض الكيماوي والإشعاعي لقدر الله وإحنا عندها سرطان مثلا على استادي حاجات ممكن نقدر نعملها بدري شوية قبل ما ندخل بالكيماوي وإشعاعي نعمل حاجة اسمها تجميد للبوايضات وخلاص الناس بقى عندها فكرة أكتر مخزون المبيض نفسه بقى الناس عندها وعي أكتر به الأول كنا بنطلبه الحالات معينة دلوقتي دي بلين حاجات الروتينية اللي بنطلبها ونتطمن عليها من أول الجواز أو من أول الجواز من أول الواحدة تبدأ تفكر دي بقيت من التحديل الروتينية زمان مثلا لما نقول ضعفة في مخزون البوايضات أكتر شوية به سن عامل مؤثر مهم جدا 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 على مخزون المبيض ومحطات هناك أربع محطات أساسية في عمر أي سيدة تؤثر على قدرتها الإنجابية وتؤثر على مخزون المبيض بتاعها بداية المحطات دي 35 سنة ثاني محطة 38 سنة ثالث محطة 40 سنة رابع محطة 42 سنة أو المحطة كم؟ 35 دي اللي هي الإشارة الصفرة بالإشارة الصفرة لكارت الأصفر آه لكارت الأصفر آه وبعدين الأصفر بقى يقعد يزيد يوصل 38 دي الإشارة الصفرة التانية ال40 إشارة الصفرة التالتة ال42 بالإشارة الحمر كمر You easy? مع اكياس المبيض. التعامل الخاطئ مع اكياس المبيض. مصيلة هزا الزمن. التعامل. والزمن ده مش بقى له سنة تلاتة. الزمن ده باله عشرين تلاتون سنة. اللي هو ايه? بحبك لما بتعمل كده. اكمالك لما بتعمل كده بحيص في نادرة ما بتعملك. لانت متغاز. اه طبعا. متغاز جدا. طبعا اه طبعا. ليه بقى? بس خليك بقى ايه? ايه اه? خليك حد شوية. أقول لي متغاز من إيه؟ متغاز من إيه؟ متغاز لما يحصل موقف مثلاً اسمه كيس وظيفة يعني كيس وظيفة يعني بوايضة كبرت شوية زيادة عن اللزوم ما خرجتش من المبيض فدت نتحويشها في المبيض بقيت عاملة كيس وظيفة لو إحنا استنينا على الكيس الوظيفة ده لحد الدورة اللي بعدها هيختفي الوحد وإذا ما اختفاش شرية حبوب من الحمل من أبو 3 جنيه حتى اللي بيتفعها بالصغرانية هيختفي لوحده تمام؟ ليه؟ حالة زي كده تخش العمليات ويتفتح بطنها ويتشال نص المبيض بحجة إن انت عندي كيس على المبيض ليه؟ حرام 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 إحنا أفقدنا الست دي نص صروتها من مش فلوس بقى من البوايضات بكلمة واحدة وصف لي التصرف ده إجرام 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 ده رقم واحدة رقم يتنين لكيس الدماء نفس الكلام اللي قلت كيس دماء ده بوايضة كبرت زيادة عن رزوم ما خرجتش من المبيضة ده عملت كيس بس الكيس تحوش فيه دم بقى كيس دموي برضو نفس الكلام في الدورة اللي بعدها هيكتر هينتهي والأول ما انتهاش شريط منق الحمل بتلاتة جنيه من أي صادلية هيخلص برضو بتخش الست دي المسكينة قلت العمليات تفتح بطنها ويتفتح بطنها ويتشال نص المبيض على هذا الكيس قلت العمليات يتفرج على فيلم مثلاً سمن ما بتفتح بطنها يعني تمام فلكاسة الوظيفية دي بتروح لوحدة تمام ده رقم واحد رقم اتنين كيس شوكولاتي زي ما قالت الدكتورة ناد كيس شوكولاتي زي ما قالت الدكتورة ناد احنا ما بقيناش بنالهث براء ان احنا كيس شوكولاتي بتانت راح المهاجرة دخلها عمليات وعمل لها حتى لو منظر الا الا لو كان الكيس حجمه كبير وفي ناحية واحدة من الموبيد تفكر احنا قلنا قبل كده وحيك حفستها مني فيه كمان فيه حاجة انت قلتلي الكوليكرم بتاع الكوكرين ريفيو الكوكرين ريفيو اه اقر حاجات كتيرة بالضبط اتكلم عن لو انا دخلت حالة العمليات عشان عندها كيسين شوكولاتيين في الموبيد اليمين كيس في الموبيد الشمال كيس وشلتهم حتى عن طريق المنظر في احزن احسن ايد واحسن منظير واحسن كل حاجة مخزون موبيد تقليف نسبة 58% يعني اكتر من النص اكتر من النص فعشان كده مفيش اي لحظ وجري وراء ان احنا ندخل الحالة عندها كيسين شوكولاتيين في الموبيد اليمين والشمال انها تخش العمليات خالص بالعكس احنا نحافظ على الموبيد اول استثال بقى كيس دهني ديرمويت سيست ديرمويت سيست كيس دهني اه ده يتشال في الموبيد لا يتشال في الموبيد حرام ده يتشال فيه الكيس وينحافظ على الموبيد بالمنظار او جراحة مش مشكلة فانا اقصد اقول ان فيه اجراءات جراحية كتيرة بتتعمل للأسف للأسف مش في محلها بتؤثر على مخزون الموبيد اخرهم اللي قالته دكتورة نادا تسقيب الموبيد الصعوبة اللي بتجدها عندما تطلب النوعية دي من التحاليل ده السؤال الاول السؤال التاني تكسير المادة الوراثية لرأس الحالي المنوي هذه الجملة المخيفة حقيقة هو المادة الوراثية الاصل فيها اللي هي موجودة في النوعية رأس الحالي المنوي الاصل فيها انها بتبقى تكون صلبة بتبقى كومباكت لكن المادة الوراثية دي ممكن تتعرض لحاجة اسمها عوامل اجسادة عوامل اجسادة دي ممكن تؤدي الى تفتت في المادة الوراثية تحليل السؤال المنوي او السؤال المنوي الطبيعي مسموح بنسبة تكسير او نسبة تفتت في المادة الوراثية بس مش مسموح ان النسبة دي تزيد عن حد معين لان طبيعي نساء في عوامل اجسادة طبيعي بيكون فيه بعض التفتت في المادة الوراثية في نوعية رأس الحالي المنوي لكن مش مسموح ان هي تعدى نسبة معينة ولو قعدت النسبة المعينة دي ممكن تؤدي الى لو افتاجنا حالي المجهري تؤدي الى عدم نجاح الحالي المجهري بيسأل بالحالي المجهري وممكن حتى في الحمد العادي تؤدي الى الهاض المتكره السؤال التاني هل الصعوبات فيه ابلاغ المريض بالانفستيجيشن بالطلب ان احنا نعمله مثلا فاين نيدل اسبيريشن او تفتيش او ميتروسكوب اجزامنشن ل حال ده بيقابل برياكشن عامل ازاي في السخافة يعني خلينا قبل السؤال ايه هي العوامل اللي ممكن تؤدي الى زيادة معدل التقاصر او اللي بسمي دي نيف رجمينتيشن اندكس فيه اسباب مهمة جدا ممكن تؤدي الى زيادة معدل التقاصر هالمهم طبعا وجود دوالي خصية بدرجة عالية لو اني درجة عالية ميكال من هي الدرجة التالتة على درجات الدوالي وبعد الحالات الدرجة المتوسطة اللي هي الدرجة التانية طيب ايه الاسباب الاخرى موجود صديد وده كنا تكلمنا عنه قبل كده في الساق المانوي ده برضو بيؤدي الى زيادة عوامل اجسادة بيؤدي الى زيادة معدل التقاصر في المادة الوراثية والتكريم والتكريم برضو تكلمنا عنه بغير ماهو من اهم العوامل برضو اشتركوا في القناة احنا لما جينا اولاً لحنا عدنا سنتين بدون خطرة فحسنا ان في مشكلات فجينا مركز الرياض وعدنا مع الدكاترة وقامنا الاول نعمل تحليل عشان نعرف ايه المشكلة اللي عندنا طيب عملنا تحليل الحمد لله وعرفنا المشكلة التكييسات ضعف شوية في الحاملات المنوية في الكفاءة بتاعتها وكده احنا الحمد لله ربنا رزقنا بمارين جينا في مركز الرياض وان شاء الله نعمل عملية تانية عشان نجيب بيبي ان شاء الله جديد عشان نعمل عماري يعني في دوت ان شاء الله احنا لما جينا طبعاً اول التعاون مع رسيبشن اول حاجة طبعاً الحمد لله بصراحة متعاونين جداً اي سؤال احنا بنقوله عليه بيجاو عليه بسرعة متعاونين قوي فالحمد لله من اول رسيبشن لحد الاخر دكتور الحمد لله كويسين جداً معاني بعد بعملنا التحاليل رحنا في حاجة اسمها لجنا طبية كل واحد خدنا على حدة كده عايفنا مشكلة فين وايه النوع للتحاليل المطلوبة والخطوات اللي احنا نمشي عليها بعد القبل العملية لحد العملية متجوزة بقى لي عشور سنين اللي حصل ان انا قعد تقريباً سنتين بلف على الدكتورة لفت كتير بصراحة سمعت عن مركز الرياض كنت بتفرجع التليفاجن وكده ولقيت مركز الرياض وصلت معاهم وعرفت الحمد لله بفضل لنا ناجي انا وزوجي حطينا خطة علاج مع بعض ومشينا عليها احنا اللي اتنين بفضل الله الحمد لله ربنا قرمني بمريم فكرة ان انا بقى محتاجاهم في اي وقت بيردوا علي بسأل اي سؤال بلاقي ليه اجابة يعني ما فيش حد مثلا مش متعاون ما فيش حد يقول لي لا الحاجة دي ما تخصناش بصراحة كله كله يعني بيحاول ان هو يردينا يعني انا بحس هما اولا منظمين جدا ثانيا فيه برايباسي وده كان يهمني جدا حتة ان انا حس بامان وحس الخصية دي اهم حاجة عندي بحس ان هما فريندي جدا يعني وانا قاعدة معهم فيه هزار فيه داح ما بحسش بصراحة ندخل عملية انا بحس ان احنا قاعد مع صحابي شوية وخارجة بيمسكوا الحالة من الاول للاخر بيعرفوا عني كل حاجة من اول ما اتولدت لحد وقتنا هذا ومشاء الله عليهم وعلى اللي احترافية اللي هما فيها المركز ده انا جاية وهو يعني احنا ستا كنا بنبدأ فانا بالنسبالي ده مش مركز علاجي ولا ان انا جاية للدكتور زي ما انا قلت لا احنا علاقتنا ان احنا صحاب اخوات ارايب حبايب انا بحس كده كنت دايما لما بشوف حالات بتصور بقول طب وانا انا عايز اصور انا عايز ابقى زيهم عايز اقدي للناس حافز انا فيه ناس كتير قريبي وصحابي القليل من فكرة ان هما يقربوا من الحكاية دي من خطة الحقن المجهري وان هما يحطوا نفسهم تحت الموضوع ده انا بصراحة شجعت اتنين من صحابي وهم دلوقتي يعني ربنا يكرمهم يا رب لما عرفت ان انا ام دي كانت لحظة انا مكنش مصدقيها لدرجة ان انا الدكتور هو بيعملي الصنار انا بقوله تأكد ان هو ده حمل يعني ده حمل فعلا فلحظة يا رب يا رب كل مشتاق يجربها يا رب كل واحدة ما جربتت الاحساس ده تجربه عن قليل بس والله نصيحة على المركز هتنبسته جدا 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 هذا الحالم يتضمن لازم يكون في ثقافة كبيرة عند الناس لان الثقافة هي التي تضمن ان الناس بي تتحرك في التوقيت المناسب وتذهب الى المتخصص المناسب كان يعتقد في القدم ان الشفة الارنبية الام الحامل لو شافت ارنب عشان كده كان المسمى وهي حامل يتبقى الولد لما ييجي يقولك ده شفة ارنبية للشفة الارنبية وسقف الحل في نسبة منهم بيبقى مع بعض الأمراض الخلقية الأخرى عشان كده دايما لما بييجي الطفل عنده شفة ارنبية وسقف الحل ترجمة نانسي قنقر اهلا بيكم النهاردة يوم مهم جدا جدا في عالم جراحات الأطفال هذا العالم عالم مسير ومهم للغاية واحنا محصوصين فيه اقول لكم ليه اولا هذا العالم يتضمن لازم يكون فيه ثقافة كبيرة عند الناس لان الثقافة هي التي تضمن ان الناس دي تتحرك في التوقيت المناسب وتذهب الى المتخصص المناسب فيه حاجتين مهمين قوي بنأكد عليهم دايما في جراحات الأطفال يا جماعة التوقيت والتخصص التوقيت ان انا هذهب في الوقت ده فلحق ابني قبل ما الحالة تتطور لانه كل تأخير او كل برضو تهور في التعامل ده ممكن يكون ثمنه بعد كده غيلي التخصص مهم انه لازم الناس تعرف ان هناك تخصص له قسم كبير في اي مستشفى في مصر اسمه جراحات الأطفال جراحة الأطفال دي ما بيعملهاش الا جراح الأطفال ما فيش داعي بقى ان احنا نقحم تخصصات اخرى لا الجراحة العامة هيقدر يعمل زي جراحة الأطفال ولا جراحات المسالك هيعمل زي جراحة الأطفال احنا بنتكلم على تخصص مهم جدا فيخلي بالكم الثقافة تشمل ان انتو تفهموا هزين المعليين النهاردة احنا بصدد الحوار عن الشفى الأرنبية ماذا انتشارها كافية التعامل معاها الاشكال بتاعتها ايه ايه المشكلة اللي تحصل لو تركت وبرضو ايه المشكلة اللي تحصل لو تدخل من ليس جراح أطفال في التعامل مع مثل هذه المشكلة هل هيقدر يعملها بنفس فهمه فهم جراح الأطفال اللي عارف يعني ايه نسيج تشو أطفال يقدر يتعامل معه ده كلام مهم جدا جدا نهاردة دايما بتركوا احنا محظوظين لان دايما لقاءتنا في جراحة الأطفال بيكون معانا فيها واحد من رواد هذا المجال في مصر وطن العربي اسم ما شاء الله على المستوى المصري نفخر بيه وعلى المستوى الاقليمي وواحد من أساز المتميزين للغاية في هذا العالم بيقدم الكثير من العمل سواء العمل الإكلينيكي على الحالات أو العمل أكاديمي وأيضا له دور كبير جدا في عالم التفخيف في هذا المكان طيفي العزيزة الخير العلمي الكبيرة الأستاذ الدكتور رحمد الشامي أستاذ جراحة الأطفال وحديث الولادة الأستاذ بكل الطب وعضو الجامعية المصرية لجراحات الأطفال والجامعية المصرية لجراحات المناظير وجمعية الجراحين المصرية واستشاري جراحات الأطفال وحديث الولادة وسوبر السار هزا المجال أهلا بيك أهلا بيك الله يخال الحب الكبير حوار دايما معك ممتع حتى عبل الهوام الله يكون في عونك النهاردة عندنا قضية مهمة اسمها الشفة الأرنبية أنا عايزك الأول تحكي لي إيه الشفة الأرنبية بسم الله الرحمن الرحيم الشفة الأرنبية نخش في الموضوع على طول الشفة الأرنبية حضرك كان يعتقد في القدم إن الشفة الأرنبية الأم الحامل لو شافت أرنب عشان كده كان المسمى وهي حامل تبقى الولد لما يجي يقولك ده شفة أرنبية يعني شبه الأرنب شفة شبه شفة الأرنب ودي كانت حاجة سائدة في توقيت ما الجسم سبحان الله الوجه بالذات بيتكون من عدة أجزاء خلقية داخل الرحم فلير أوف يونيون يعني عدم التقام أو التحام بطريقة صحيحة يؤدي إلى ما يسمى بالكليفت لب أور أنت بلد الشفة الأرنبية مصاحبة أو غير مصاحبة لسقف الحل الشفة العليا قد تكون مشؤوقة شأ كامل كومبليت أو إن كومبليت غير كامل قد تكون على الجانب الأيمن أو قد تكون على الجانب الأيسر أو قد يكونوا لتنين مع بعض يعني بتبقى حضرتك شفة أرنبية مزدوجة شأ على اليمين وشأ على اليمين وجزء الميدل جزء النص اللي تحت الأنف ده بيسميه بريمكزيلا بيبقى مشؤوقة من الفك العلوي نفسه يعني حتى الفك العلوي بيبقى مشؤوقة يمين وشمال لو في حالات البايلاترال ده نسبة بيرة بتبقى مصاحبة بشأ سقف الحل كليفت بلد سواء كان كومبليت أو إن كومبليت المشكلة بتاعة الشفة الأرنبية فيها حاجات كتيرة جدا جدا ممكن يحصل فيها مشاكل أولهم التغذية ده احنا بنفترض المشاكل خلاص أنا قريدي كأم وأب رضيت أنا بتكلم على الكوزموتك طبعا أنا أتذكر حالك أتمون بور سعيد ودائما بجيب سريتها حضرتك ما الأم رفضت تستلم البنت بالمنظر ده قالت مش أخد ولدت في المستشفى لا أنا مش أخدها مش عايزاها دي مش بنت مش عايزاها مش أخدها بالمنظر ده أروح بيها إزاي المجتمع هتغذيها إزاي جالها صدمة هتتعامل معاها إزاي بالزبط جالها صدمة أم جالها شك بالزبط وهنا دائما دا احنا بنأكد حضرك وحضرك عارف وزورة بلاد كتيرة برا حضرك ده بيتشخص برينيتا قبل الحمل قبل الولادة سوريا وبيبقى الأم عارفة وبتقعد مع الدكتور نفسي يبدأ يفهمها الوضع بالزبط واحد اتنين تلاتة وهتولد هي بشكل وأول يوم هنعمل إيه وهنغذيه إزاي وتاني يوم هنعمل إيه وتاني شهر هنعمل إيه وبعد 12 سنة من الولادة هنعمل له إيه لأنه بتبقى حاجة يعني كذا عملية على مراحل من العمر فزي ما معنا في الصور الشفة الأرنبية ممكن تكون ناحية واحدة ناحيتين كاملة غير كاملة مزدوجة معها شقف سقف الحال أو لا عندنا التوقيت مهم جدا عشان تأفويد الكومبليكيشن حضرك الطفل يجي يشرب أولا مش عارف يرضع أنا معدي الشفة عشان يعرف يرضع لا طبيعي ولا صنعي هنخش في مشاكل الرضاعة بالأطارة بالمعلقة بالسيرينجة بسبشل ببرونة ببرونة خاصة بخاصة بسقف الحلق والشفة الأرنبية لما يجي الطفل يرضع حضرك اللبن بيحصل حاجة اسمها أسبيريشن أسبيريشن يعني يشرق اللبن بدل ما يخش على المريء ويخش على المعدة يخش على القصبة الهوائية فيخش في حاجة اسمها أسبيريشن نيمونيا وتتطور للانج أبسس يعني يخش في التهاب الرئوي قد تصل إلى خراج على الرئة واختبال حضرتك فهنا وارد اللي يحصل لنا كومبليكيشن كتير جدا القطايتس ميديا بتروح داخل على الأزن الداخلية اللبن بدل ما بيمشي زي ما قلنا في التراك بتاعه بروح داخل على الأزن الداخلية يعمل لي التهاب في الأزن الداخلية لدرجة أني بيجي لي بعض الأطفال اللي عندهم الشفة الهرنبية وسائف الحل عمل ركب تيوب كذا مرة في الأزن عمل صديد كمعت وراء طابلة الأزن مرة والتانية والتالتة ممكن تؤدي لضعف في السمع ممكن تؤدي لفقدان السمع وبيضطر الدكتور أنف وأزن يخش يعمل حاجة اسمها درينيج اللي هو ما يسمى بأنابيب أو دعمات عشان يسحب الصديد اللي بتكون داخل الأزن الداخلية بيطلعه على بر إزاي بنبني الخطة العلاجية بقى؟ توقية البداية؟ هل لو في مشاكل خلقية تانية هنقدمها ولا نصلحها معها؟ لأنه ممكن يكون الشفة الهرنبية معها حاجة تانية؟ بالضبط إحنا عشان كده عندنا حاجة اسمها السوشيشن وجدوا أن الشفة الهرنبية اللي هو المصاحبة المصاحبة الشفة الهرنبية وسقف الحل في نسبة منهم بيبقى مع بعض الأمراض الخلقية الأخرى عشان كده دايما لما بيجي طفل عنده شفة الهرنبية وسقف الحل مش قريدي بتاخده إحنا اللي بنادي بنقول فورا 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 بس هنا لازم هي فورا بتاعتنا هنا مشروطة بمعنى حضرتك أن الطفل لازم يتعمله انفيستيجيشن كاملة ووركشوب كويس أن الطفل لازم أعمله إيكو إيكو موجات صوتية على القلب لأن بعض الأطفال بلاقي معاها سمول في إي سي دي أو إي سي دي سواء سقب في القلب أو في الوزين أو في البطين أي كام هي جراحيا أنا مش هتفرم معايا أنا كجراح بس دايما بنقول للأم إنها تفرق تخديريا عشان يبقى عارفين إن الطفل عنده ثقب في القلب سواء كان من نوع اللي هيروح لواحده مع الوقت شهر أو اثنين أو ثلاثة هيافة أو هيحتاج تدخل جراحي فيما بعد طب نعمل الشفة الأول ولا نعمل القلب الأول ده حضرتك بتبقى كونسلطت أكتر من تخصص ونشوف هو إيه المشكلة بالنسبة له أكبر ويبدأ إذا كنا هنعمل الشفة الأرنبية أو ساقف الحل ودكتور القلب هيستنى ويدينا البرميشن إن إحنا ممكن نستنى 3-4 شهر عبل ما نعمل العملية بتاعتنا لأ هيبقى فيه صعوبة في التخدير نعمل عملية القلب المفتوح أولا أو نعمل عملية الثقب أولا سواء كان مفتوح أو بالأسطرة وبعد كده نخش في الإجراحات التجميلية بتاعتنا بتاعت الشفة الأرنبية وساقف الحل طيب إحنا بنتكلم على الطبيعي طفل مولود كامل يعني أربعين أسبوع تسعة شهور طفل تلاتة كيلو تلاتة كيلو نص نورمال ويت بتاع البيرس ويت وجلنا عملنا بتاعتنا كلها وطلعت نورمال ما عندوش مشاكل أخرى حضرتك نتدخل إمتى؟ في للأسف بعض المدارس لغاية دلوقتي بيقولك أربع شهور وست شهور وتامن شهور عبال ما يبدأ في الكليف تلب في الشفة الأرنبية ساعات بيبقى ده صحيح في بعض الحالات بعض الحالات إحنا عندنا لما خاصة لما بيبقى عندنا البايلاترال الجزء المزدوك وعندنا الجزء اللي تحت الأنف ده اللي بنسميه بري مجزلة بتبقى بروترودد يعني خارج لبرة بارز لبرة بشكل كبير جدا حضرتك إحنا عندنا كنا آخر مؤتمر السنة اللي فاتت كان فيه حد من اليابان اخترعوا أو توصلوا إلى جهاز حضرتك عارف الأمطة حاجة جهاز كده مصمار بنركبه على الجزء العلوي وكل يوم والتاني مصمار فكرته مصمار بصمولة حضرتك نلف في الصمولة نشد على العظمية نعمل approximation ونعمل pressure نضغط على العظمية دي تدخلها الجوة عشان دي عظمية ما ينفعش تتكسر بسهولة الجهاز ده تماما حوالي 70 ألف جنيه فتخيل إنما كل عيان يجي لك عاوز الجهاز ده كلام ده كم واحدة هيعمله في مصر مكلف جدا فبنلجأ لإيه بقى نحن نتدخل في السن وكنا مقدمين بيبر في الموضوع ده إن حضرتك لأ البديل بتاع الجهاز الياباني ده إن أنت تشد علي ده إيه إحنا دايما الحاجة وليدة الاختراع أو الاختراع وليدة الحاجة ما أنت مش هتوقف نحط إيدينا على خدنا ونستنى نشوف هما هيعملوا لنا إيه فإحنا كنا بنعمل توصلنا إن أنت في السن الصغير يعني العظمية بتبقى ماليابول زي الغضروف دايما بقولها جماعة العظمية زي الغضروف مجرد إن أنت ضغط عليها تقدر تعيد تشكيلها إنما لما بسأل وده يبقى إمتى يبقى بعد الأربعين يعني وانس إن إحنا الطفل بقى عنده شهر شهر ونص ولسه وزنه ثلاثة ثلاثة كيلو ونص تتعمل طب يستحمل يستحمل طب بالرغم إن فيه قراءة تاني بتقولك أربع خمس شهور لا إحنا بنعملها كجراحي أطفال نسبة كبيرة جدا من جراحي الأطفال بتتدخل مبكرة في الحالات البايلاتر أنا بتكلم في الحالات البايلاتر أو هاتف الأطفال بلو لبسيطة اليونيلاتر الناحية واحدة واللي معاه سقف حل أو ما معاه سقف حل يبقى أريد تتعمل مباشرة سواء كانت كامل أو غير كامل ناحية واحدة ناحيتين بس ما معاهش البريومكزيلة ممكن نتدخل بدري ممكن نتدخل بدري ليه وخاصة بقى عشان حضرتك ايه لو هي مصاحبة بسقف الحل أنا لما عمل الشفاة الأرنبية عنده تلاتة ربعة شهور يبقى أنا مش هعمل سقف الحل هتأخر شوية لما لو اتأخرت هخش في المشاكل بتاعت الأسنان هخش في مشاكل الكلام هخش في مشاكل الأذن الداخلية هخش في مشاكل الجهاز التنفسي في بعض الحالات حضرت بتوصل إن احنا الأسبيري كل ما يبلع أو ما يجي يرضع بيشرق المية دي أو السوائل اللي بياخده سواء كانت مية أو الألبان أو خلافه بتروع على الرائتين فبتعمل الإلتهابات لدرجة إن ده معظم ده كثرة الأطفال بتشخص حالات دي على إنها حساسية في الصدر ويبدأ يدي نوبولايزر جلسات اكسوجين ويبدأ كورتزون ويبدأ بخاخات ويالحالة أساسا إيه؟ انهلش مجرد أسبر مجرد أنه بيشرق التهاب دائما نتيجة الشرق الشرق فإنما ما عنديش حساسية وتلاقي الولد عبوه بالمعنى الكورتزون والولد جاي قد كده وتلاقي بولك ده أنا ماشي بقالي ثلاث شهور على البخاخات والجلسات والكورتزون طب ليه عشان كازلا هو مجرد أن أنت تقفل الشق اللي جوه ده منعت ده عندها خلص الموال هو لما ياخد كورتزون كمان هيقلل فرص الالتقام الهيلك طبعا لو أنت عملت العملية وانت بتاخد كورتزون معروفة أنا هتضرب هتفتح عشان يبقى الناس مهمة جدا الالتقام نفسه بتاع بالزاب الشق هي مش هي التائم كويس بالزاب فيبقى الشفة الأرنبية نتدخل مبكرا مبكرا ده عند أول شهر مجرد أن الولد أو البنت تولد لابد من عرضه على الجراح الأطفال فورا وبناء عليه هيحط ستراتيجي فور تريتمينت هيحط خطة علاجية لأن حضرتك إحنا بنمشي مع بعض وده تيم وارك ده ما بيبقاش دكتور لوحده ليه؟ لو أنا عندي شفة أرنبية أنا هعمل شفة أرنبية طب ما هو فيه فك هيخش معنا بعد كده جراح الفك طب ما هو الأسنان الأمامية هيبقى فيها اختلاف كبير جدا لازم يخش معنا جراح فك وجراح أسنان سواء كانت هينشيل الأسنان وهيعمل هايخد عضماية نزرع عضماية الأول عشان بعد كده نعمل عليها الشفة عشان بعد كده نزرع فيها الأسنان لو سأل في حال يبقى حضرك نفس الكلام هخش معايا دكتور تخاطب هخش معايا كل مرحلة لو هي حضرك النوع المكتمل أو الكامل بيبقى معايا ما فيش أنفة أساسا تبقى الأنفة مفتوحة شقة كامل شقة كامل فبيبقى مشوى كل الروف ده اللي هي الفلور آسف ما بيبقاش موجود ما بيبقاش موجود الأرضية هنا بيبقاش موجود بالزبط فأنت بتعمل أنفة من أول وجديد فأنت بتصبط الأنفة على حسب ومقدار الأنسجة اللي موجود عندك إمتى والطفل ثلاثة كيلو أو أربعة كيلو تاني شهر بعد الولادة طب حضرتك لما الطفل بينمو النمو الطبيعي فالطفل بقى عنده سنة بقى عنده سنتين بقى عنده خمس سنين نمو الغضروف اللي تعمل عليه عمليات ما بيبقاش بنفس الشكل والمعدل الطبيعي للغضروف اللي ما تعملش عليه حاجة فممكن يحصل ديفورمتي يتلاقي فيه الشكل مش حلو بالنسبة للأم الأنفة فيه بعض الديفوهات مش مزبوطة بنبدأ نشتغل على الأنفة إمتى؟ عند مرحلة البلوخ يبقى بنحط الخطة العلاجية إن أنا أول شهر هعمل الشفة الأرنبية وهزبط الأنفة بنفس القصة طب بعدها لما الطفل يوصل ست شهور بعد الولادة هبدأ أعمل سقف الحل الجزء الخلفي من سقف الحل اللي هو النص الخلفي اللي هو لسانة المزمار اللي هو صفت بلد لما يكمل طمنتاشر شهر يعني سنة ونص هنعمل الهارد بلد أو الجزء العظمي أو الجزء الأمامي من سقف الحل طب لما الطفل يكمل ست سنين الأسنان اللبنية خلاص خلصت وقعت هيبدأ الأسنان المستديمة هتبدأ تطلع يبقى في الحالة دي بعرضوا على جراح الفك بعرضوا على جراح الأسنان سواء هيعمل لي تقويم أو هيزرع درسي سنتين الأماميتين لغاية سبع سنين وتمان سنين وعشر سنين بقول للأم إن إحنا ممكن نحتاج عملية تجميلية للأنف عند مرحلة البلوغ فبنحط خطة علاجية وتيمورك أكتر من دكتور بيشتغل في الحالة بداية من جراح الأطفال لجراح الفاك لجراح الأسنان لجراح التجميل عشان تجميل الأنف عند مرحلة البلوغ عند 14 و 15 سنة كالعادة الحوار معك ممت مش عايزه يخلص بجد الحلقة القادمة حلقة مسيرة جداً دايماً حلقات دكتور رحمد الشامي هي الحلقات اللي بنسميها top model for knowledge وفي نفس الوقت for excitement يعني على الأفضل في المعلومات ومن ناحية أنا بقعد كياني بتفرجع فيلم موليسي بصراحة لأنه كبان بنشوف بهتم قوي برد فعل الأهل بشوفه ودائماً في حوار قبل الحلقة دكتور رحمد بيقعد يحكيلي على حوارات الأهل عملوا إيه ده جاي متأخرين تشوف التأخر هنا عمل إيه ده مش عارف إيه الحوارات دي مهمة جداً ودي على فكرة بتبقى الحوارات اللي في السيمينارات وفي المؤتمرات بتتقال بالتفاصيل إنه لو كانت الحالة دي تدخلنا في الأول كانت النتاجة تبقى 100% تشوف التأخر يعني السنوات ممكن يعمل مشاكل عاملة إيه دايماً الحوار معك له قيمة علمية كبيرة وطبعاً قيمة العلمية الكبيرة الأستاذ دكتور رحمد الشامي أستاذ جراحة الأفطال وحديثي الأولادة الأستاذ بكلية الطب عضو الجمعية المصرية لجراحات الأفطال والجمعية المصرية لجراحات المناظير وجمعية التراحية المصرية واستشاري جراحات الأفطال وحديثي الأولادة نورت كالعادة الناس الحلوة الحلقة القادمة هتكون عنوان هي عشان نشوق الناس عنوان الحلقة الجاية إيه الوحمات الله ده دي حاجة مشارع جدا وهقول لحضرتك حاجات ما شفتهاش بالزبط كالعادة في طيلة حياتك الدراسية وكحالات مرضية أعتقد حضرتك ما شفتهاش قبل كده ده لا ده أنا متشوق جدا الوحمات حلقة مسيرة جدا زي الشفة الأرنبية بس حتة الوحمات تتفوق على الشفة الأرنبية في حاجة المعتقدات في المعتقدات المعتقدات عائلات كثيرة قاوية أعدى بل الوحمة عادي وشايفها أنها وما تدخل أخالوا قالوا وحد يقرب منها تعالوا نشوف الحقائق في المرة الجاية بعد الشفة الأرنبية والهايبو سبيدياس زي ما بقولوا نوارة الطريق هتكتمل نارة الطريق في الثقافة حول جراحات الأفصال بالوحمات في اللقاء القادم مع ضيف العزيز أكيد أنتوا معانا أنتوا الناس الحب في كل فروع الحياة العامة الجمالي مقيمة كبيرة جدا كل فروع في القانون في الإلكترونيات في التجارة في الصناعة في الكورة في الرياضة في الطب الثقافة دي كانت في جزء من الأوقات معدومة بدأت الحمد لله دلوقتي تبقى ترجع للناس تاني إن انت في كل النواحي نزيق انقذوا بسبب العمل الجماعي في كل فروع الحياة العمل الجمالي مقيمة كبيرة جدا كل الفروع في القانون في الإلكترونيات في التجارة في الصناعة في الكورة في الرياضة في الطب الطب بقى كمان عمل الجماعي إنه أهمية كبيرة وخصوصا في مجال الجراحات مجال الجراحات وخصوصا مجال الجراحات الإنوريكتل اللي هي القناة الشرجية أو الشرج وما فوقه هذه المنطقة نتيجة التطور الكبير اللي حصل فيه التعامل مع هذه النوعية من الأمراض سليب جراحية ليس انفيزف يعني ما تعملش مشاكل لأنه كانت المشكلة عند واحد عنده مشكلة حول الشرج وليكن همرائد وليكن ناصور هو التخوفه في ثقافته إنه خاف يعمل عملية فبيعرفش يتحكم في البراج لأنه سمع إنه مش عارف سنة ستين حد دخل عمل العملية دي فحصل له كده وبقت مشكلة كبيرة وتدقلها الثقافة اللي هي الثقافة الشعبية أو الحكايات الشعبية تدقلها بقى بنوع من التنظر على الطب الثقافة في الطب يا جماعة مهمة جدا ومن ضمن الثقافة إنه أنا أتقن فهم قيمة العمل الجماعي أتقن كمي كمريض لأنه أنا لازم أبعارف إنه عمل الجماعي ده هو اللي بيضمن إن التكنولوجيا دي تتنفي الصحة لأن لما أجي أعمل عملية وليكن عملية مناصور فيها تكنولوجيا عالية جدا فيها ليزر فيها مناظير عالية الدقة يعني ذات دامتر أو يعني رفيع جدا اللي بيمسك المناظير واللي بيفتح واللي بيستخدم الليزر الماشين غير الجراح غير الفريق التبريد كله ناس يبقى مضرب عارفه وبيعمل إيه وإلا هتحول الليزر بدل ما هو نعمة إلى نقمة وهتحول المنظر إلى عمل الجماعي هو اللي لازم العمل الجماعي المضرب لازم يكون جزء مهم جدا في هذه المنظومة ده هنتكلم فيه النهاردة وزي تحولت جراحات الشرج من جراحات سيئة السمع إلى جراحات جميلة السمع مش حسنة لا ده جميلة السمع بدل ما تحولت يعني إيه سيئة السمع كانت عملية يقعد الواحد وليك فلان عمل عملية قعد شهر أجازة راحت منه امتحانات السنوية العامة ما دخلش امتحانة كلية وما ده ملحقش حتى الاسدور التاني الله 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 ليه العملية ده عملية عمه وقعد ونايم في البيت وما بيقرب شو بتاع دلوقتي بيعمل عملية يوم السابق تاني يوم الحد يرشق له أو الاتنين يرتاح له يوم والاتنين حسب بس برضو القفزة الهائلة دي وراها فريق عمل نهاردة حوار ممتع أكيد مع ضيف العزيز اللي بيساعدني أكيد وبيبدع في حواره العلمي واحد من الناس اللي أنا بقول لهم دائما متشكرين على هذا الجهد وهذا الزيارة هذه الزيارات الرائعة لنقل الثقافة ضيف العزيز الاسم المتميز واحد من سوبر السراز المجال عن مستوى الوطن العرب حقيقة لأستاذ دكتور محمد النجار أهلا بك أهلا بك أهلا بك أهلا بك وحشكي خلص الله يخليك أنت هيمو كيور الحقيقة يعني ماشاء الله وكيور حلو أوي اسم جميل أوه يا علاج شفاء طبعا الحمد لله قبل ما دخل معك في العمل الجماعي اللي هيدخل معنا أو اللي تدخل فيه فايدة التطور الكبير عايزك تكلمني عن استقافة الناس الثقافة دي كانت يمكن في جزء من الأوقات المعدومة بدأت الحمد لله دلوقتي تبقى ترجع للناس تاني وبدأت الناس تاخد بالها من الأعراض اللي ممكن تظهر لها بدأت الناس تاخد بالها من هذا المجال يعني يمكن قبل كده ناس كانت تتكسف يعني اللي عنده مشكلة في الشرج أو المستقيم كان يتكسف ويحرج لما بدأت الناس تسمع وتاخد معلومات وتشوف أن فيه دكتور بيتكلم في الحكاية وبدأ للدكتور يبقوا اتنين وثلاثة وعشرة بدأت يبقى فيه ثقافة بدأت الناس تعرف أنه مش لازم نتكسف مش لازم يبقى عندنا خجل أبدا من أنه عندنا مشكلة في الشرج الشرج جزء من الجهاز الهضمي زي زي أي حتة في جسمنا إذا تعبنا لابد أن نتعالج صح يعني الحمد لله بدأت الناس تاخد بالها من الأعراض هذا العلم أو هذا الجزء من الجراحة جراحة الشرج والمستقيم من الأعراض متشابهة يعني لو واحد عنده هيمرويد لو واحد عنده بواسير أعراضه قريبة شوية من اللي عنده شرخ الشرج أعراضه قريبة شوية من اللي عنده ناصور أعراضه قريبة بعض الشر على الناس كلها من اللي عنده سرطان من الدخل المستقيم يعني هنا يجي دور الدكتور أنه يقدر يفرق بين كل حاجة هنا يجي دور زي ما حتكلمت من شوية فريق العمل فريق العمل ده مش بس ده كترة دكاترة وطاقم تمريض ومؤسسات وحاجات زي كده فريق العمل ده عبارة عن جراح وعبارة عن رجل بتاع باسولوجي يقدر يشوف إذا كان في حاجة في التشو دا ولا لأ عبارة عن واحد طاع مناظير يقدر يهرين حاجات كويسة مهندس يقدر يشتغل على أجهزة جديدة حقيقة أن فريق العمل ده زي ما حاجة كلمت من شوية حاجة عظيمة جدا عن نفسي أنا اتعلمت الحكاية دي أنا اشتغلت شوية في ألمانيا في جامعة اسمها إليزابيس كولن في كولن في ألمانيا اتعلمت حناك يعني ايه فريق عمل إن الجراح بيجي يشتغل العملية بتاعته حواليه عشرة بيساعدوه حواليه واحد بتاع تخدير شطر قوي حواليه واحد بتاع مناظير شطر قوي حواليه ممرضة شطرة فهمها هي بتعمل ايه مساعد شطر جدا بيوريه يعني قرار ما بقاش قرار فردي بقى قرار جماعي وفي الآخر كل دا بيروح ناحية المريض الحقيق الأعراض بقى والتشخيص بتاعها وترجمت ناس للأعراض يعني ناس تقلق إمتى تعرف إن دا عندي كذا اه يعني خلينا قوله إن جنرال كده إذا كان عندنا مشكلة في الشارج والمستقيم هتتمحور حواليه خمس ستة أعراض إذا كان مريض عنده بليدنج بريكتم إذا كان مريض بينزف دم إذا كان الدم دا لونه أحمر فريش كده يبقى جاي من القناة الشارجية السفلية أو من جزء السفلي من الجهاز الهضمي ملحقش يقعد ولا يتجلط ولا يبقى لونه متغير ولا حكم إذا كان الدم دا لونه مغير شوية إذا كان الدم دا متجلط إذا كان الدم دا لونه دارك ريتز وليه يبدأ يعلى شوية فبدأ ياخد وقت شوية على حد بلز بعد الشر مثلا الناس اللي عندها كبد أو حكاة زي كده يبقى الحكس ما ملينا مثلا إنه بينزل دم لونه أسود خالص يعني من أهم الأعراض اللي بنشوفها هو الدم إذا كان عندك دم دم بينزف من الشارج أو المستقيم دي علامة خطر لأنه قد يكون عندك بوسير شرجية مثلا بوسير هي أوعية متمددة حولين الشارج زي الأوريدة اللي في إدينا دي لكن منفوخة شوية قد كده فيبقى جدارها رؤية لما البراز يعدي وهو نازل من الشرج رجعية خابط فيها رجعية منزل نقطين تلاتة دم لكن فيه حتة حلوة قوي في الحتة دي يقول لك الدم دا بييجي مع مع دخول الحمام ولو انت قاعد كده تلاقي دم نازل لأنه يفرق جده الدم اللي ييجي مع دخول الحمام أثناء مرور الفضلات 100% بيبقى سببه حميد يعني 100% بوسير شرخ شرجي حاجات زكدة لكن الدم اللي ملوش سبب يعني واحد قاعد بيتفرج على التلفزيون مثلا وفجأة لا دم نازم من القرار الشرجية أحيانا مش عايزي برضو لخد الناس لكن أحيانا بيبقى أعراض لأمراض دمها تقيل شوية زي السرطانات وحاجات زكدة فأول حاجة المريد يأخد باله منها الدم إذا كان بينزل دم من فتحة الشرج ده مش طبيعي ومش ده العادي أرجوك خلي الدكتور يأخد باله منك لأنه مش ده العادي ثاني حاجة الألم الألم إذا كان الألم مع دخول الحمام يعني واحد بيدخل حمامي يجي له وجع شديد أو حاجة أغلب الظن يبقى عنده شرخ شركي لأن البواسير مرض غير مؤلم يعني لو واحد عنده بواسير عادية كده هل يتقلم؟ لأ ما يتقلمش ويكتبه في الكتب عليها اسمتوماتيك يعني ملهاش أعراض طيب إمتى بقى يبقى عنده بواسير وعمل يتوجع؟ إذا حصل عليها بعض المضعفات زي التقلط مثلا فيسموها سرومبوست بايل بواسير متقلطة أو مثلا بيبدأ درجاتها تزيد من الدرجة التانية للتالتة فتبدأ حلس حاجة تخرج بره فيبقى مخنوقة شوية فيبقى متوجع لكن البواسير ما بتوجعش يتوجع إذا حصل عليها بعض المضعفات وده علامة تستدعي لنا لأن الواحد يأخد باله أكثر غير الألم الإفرازات إذا كان واحد عنده ربنا يخلقنا الحتة دي دراي يعني مش المفروض الواحد يبقى عنده بلل حوالين فاتحة الشارج ما يحيشش إن فيه إفرازات حيشش فيه مية ما يحيش إن فيه حاجات لونها أصفر ولا أخدر ولا كلام زي كده إذا فيه فيه حاجة مش مظبوطة نروح بقى ونيجي في ده نقول إنه قد يكون سببه نصور شارجي وده الأشعة يعني قد يكون سبب مش نشور خلص بحاجة اسمها بروكتايتس يعني التهاب داخل المستقيم والمريض سيчит apareتHA نزل ميقاست شارج يعني وكأن حاجات لا زي كده أو حاجة العرض بتشبهة اللي عنده بواسير يمكن يبقى عنده واجع وعنده دم وعنده إفرازات اللي عنده شر pulseveye ممكن يبقى عنده واجع وعنده دم وعنده إفرازات اللي عنده نصور نفس الكلام اللي عنده بعد شر ورم خريص داخل المستقيم واللي حاجة ممكن يبقى عنده نفس الكلام مين يقدر يشخص الدكتور وشطارة التكنولوجيا الجديدة لما نيجي نشوف احنا عملنا التشخيص وقدامنا الحالة ايه التكنولوجيا اللي قدمت يعني ازاي الليزر قدم حلول ازاي المناظير دخلت ايه تطور الحصل في المنطقتين ده شوف احنا كانت الجراحات القديمة لمجال الشرج والمستقيم ده خلينا في الشرج كمان خصوصا يعني تعتمد على القطع عندك بوسير شلها اعمل جرح مش مهم عندك شرخ شرجي شيل حواليه كده وخد كم غرزة مش مهم عندك نصور شرجي اقطع مش مهم صحيح كانت حاجات يمكن الاجيال احنا محظوظين بس ان احنا عايشين في عصر في تكنولوجيا عظيمة يعني الناس اللي قابلنا الاسادزة ناس افاضل ويعني يعلمونا كل حاجة الحقيقة يعني وما زلنا يعني نتشنهم فوق دي مرة لكن احنا محظوظين ان احنا جينا في وقت من الزمن في تكنولوجيا زيادة في مهندسين شطرين في شركات عظيمة في مصانع بالحاجات عظيمة في لازر قبل كده مكانش فيه فالناس يعني كده هتعمل ايه لكن اللي ناخده على الناس شوية انه خلاص بقى يعني بقى فيه حاجات جديدة البوسير اللي كنا بنشيلها ونقطعها كلها ونسيب المريض عنده جرح قد كده يقعد في البيت شهرين تلاتة يتعالج منه بقى تعمل في خمس دقايق تخيل بقى كل الهم ده ما بقاش موجود زي ما قولك كنا بنقطع البوسير بقى نبنكويها فالمقور تنتهي كنا بنكوي حوالين نقطع حوالين الشرخ بقى نبنكويه فخلاص بوضر كنا لما المريض يبقى عنده الشرخ ديق شوية عنده فانكشنل اسبازم لازم نقطع الانترنال سفينكتر زمان بقى بناش نقطعه بقى نعمل سفينكتر لايسي بقى نعمل اراح على الشرخ اللي كغير عنده نصور كنا لازم نقطع النصور ونخاف على العضلات وكلام زي كده بقى نعمل فيلاك عصر الليزر ده في امان تام مية في المية الحقيقة يعني ده تكنولوجيا تكنولوجيا عظيمة جدا لانه كمان الليزر واخد يمكن المينشير واخد ستين سبعين في المية من التكنولوجيا لكن في تكنولوجيا عظيمة جدا اسمها THD مثلا تعتمد على ان الاوعية الدموية بتاعت البوسير دي لازم تتربط عشان تروح من غير حتى بنعمل الليزر ولا حاجة في تكنولوجيا عظيمة جدا اسمها Vافت اللي هو المنظار اللي بيورينا مداخل النصور الشرجي ده مريض عنده بوسير احنا دلوقتي بقينا بنخش بالليزر كنا زي ما نقطعها دلوقتي بقينا بنقطع حاجة بقينا بندخل جوه البايلز ونحرقها بالشكل حاجة شايفوا ده تنكمش وتروح تماما من غير ما نعمل للمريض جرح ولا روء اريا ولا حاجة وبالفعل اذا كان المريض عنده بوسير زي دي تاني يوم يروح شغله والنصور عايزين يشوف النصور بالليزر بتبع ده مهم جدا اللي انت قلته دلوقتي ده اللي هو اسمه فيه لاكة فيه لاكة اختصار حاجة طويلة اه فيستولا اتراك ليزر كلوجر اه ما نقفل رائدا ده حاجة من الحاجات العظيمة قبليه اللي هو الفافت اللي هو المنزر اللي بيدخل جوه النصور اللي ما عادنا نحلم ان احنا نفسنا نشوف جوه النصور ده واقينا بنشوف بقينا بيدخل جوه التراك انا فاكر حاجة قلتلي كلمة زمان الحقيق اني واانت بتعرف في نصور شارع قلتلي ده هو سرداب سرداب دا انا حاجة مستخبية جواه محد شايفه سرداب دا ما بقاش سرداب دلوقتي بقين انا شايفينه بقين اعرفين الطريق فين شايفينه تشعبات شايفين الوول بتاعة التراك سرداب هو نفق رفيع بالزبط بقين انا بقى جواه بقين انا شايفين بالتيشو بتاعه يعني الحقيقة تقدم علمي عظيم جدا خصوصا في علاج النصر والشرج لانه اصبح نتاجه كمان هيلة اوي لما بنكمبين الفافت مع الليزر لما نحط المنزار جنب الليزر دي شركة أمريكية اسمها ستورز دي شركة ألمانية اسمها فاريت اللي اتنين بقوا جنب بعض يعني الحقيقة يعملوا نتائج عظيمة جدا التكنولوجيا ملهاش آخر أبدا في علاج أمراض الشارج والمستقيم وكل يوم منلاقي حاجات تخلينا نبعد المريض عن أي حتة فيها خطر هي الفكرة زي ما بقولك أن الأمراض دي زمان كان فيها خطورة في عملياتها الخطورة دي بقت زيره يعني بقى المريض يعمل عملية وأقول له أنت مية في المية مش هيحصل مضاعفات الألم ما بعد العملية نقول لك أنت ما عندكش ألم لكن هل ألم نروحه نيجي فيه؟ آه ممكن نعمل مريض ويتوجع يومين تلاتة وأنا أقول له دك مش تتوجه في مريض نعمله ويتوجع ساعتين تلاتة لكن اللي ما فيهوش كلام أبدا السيفتي اللي ما بيحصلش أبدا اللي احنا شوفنا دلوقتي ده المنزار المنزار اللي احنا بنشتغل بيه دلوقتي اللي هو بالزبط اللي احنا بندخل بيه جوه التراك اللي هو بيورينا المليهات الصغيرة اللي كان مستحيل نتخيل أو نحلم اللي احنا نفعنينا جوه التراك جوه النصور الليزر إذا كان بيدخل لما نشوف دلوقتي الليزر هو بيتعامل مع النصور هيمشي في النصور ويحرقه من جوه بس مش شايفيه بس مش كان شايف مش شايفيه بس يعتمن على بالزبط بالزبط يعتمن على خبرتك انت يعني على الجراح هو بيسحب بالملي وحاجات زي كده دا احنا دلوقتي بقى بقينا بنشوف واحنا بنحرق يعني خلي بقى لك اللي دخل ديلي هالأسطار بتاعت الليزر فبقينا شايفين واحنا داخلين لو فيه حتة انا مخدتش بالي منها وانا بحرقها يتبانلي قوي بقى في الكاميرا ان انت محرقتش كل حاجة فقط يكون ده سبب الارتجاع النصور فخد بقى لك لازم تحرق الحتة دي تاني اذا كومبينيشن صعب مبين يعني كومبينيشن محتاج يعني عادي الليزر ها هو داخل كان بالزبط ده تكنولوجيا الوحدة بالزبط فمش بس تكنولوجيا واحدة بقى ده انت وفرت للمريض كل التكنولوجيا الف العالم خلي بقى لك احنا كان عندنا خبير الماني حقيقى من الشركة بتاعت الليزر على فكرة دول الشركتين يعني دي المانيا العالمين دي الماني واللي عالكيمة الامريكا بالزبط دي شرك ستورز كنوا بيحاربوا بعض فيهم الايام بالزبط يعني بالزبط صحيح؟ وهو ده قيمة الابحاث العلمية وهو ده قيمة فعلا يعني قيمة الانسانية العلم بيقرب يعني مية في المية كانوا بيفلوا بعض بالزبط امريكا كانت بدفني علمانيا بالزبط دلوقتي بقى بنشتغل سواء يعني بقين انا بقدم انا شاطر قوي في تصنيع المناظير في عمالة المنزار اللي هو الفافت وانت شاطر قوي في تصنيع الاجتس الليزر فعملنا لحكتين مع بعض اللي يخدم المريض انا بقولك احنا كان عندنا قريب خبير كده بالالمانيا الرجل انبهر بانه هو جاي فاكر ان احنا بنستخدم الليزر فس فلما دخل وشاف المشينز والاجهزة وحاجات كده رجل انبهر انه مشافش في مكان انك واخد كل حاجة حلوة من كل حتة يعني اكي انك واخد التطور الامريكي كله في شركة ستورز واخد التطور الالماني كله في شركة بوليتك واخد شركة ايطالي كله في تي اتش دي مثلا بروك ستيشن مثلا يعني بروك ستيشن ده بالمناسبة لان انا بحبه جد الحياة بروك ستيشن ده كان موضوع الحوار بتاعها بالظبط خليبك هو واحد من اربع اجهزة في الوطن العربي ما شاء الله يعني محطة التشخيص الوحيد اللي في مصر بالمناسبة وكانت بالمناسبة جامعة عين شمس هتشريه لكن المشاكل في الميزانية وحاجات كده وقف الموضوع عندهم عندنا في هيموكيور وموجود في دبي في مستشفى في دبي في مستشفى زولايخة وموجود في بلديج كمان جوه الوطن العربي اربعة جوه الوطن العربي في ايطاليا وفي المانيا منتشر شوية تقول اتعاب اربعة اربعة جهزة بس اجهزة تشخيصية تشخيصية بس بتاع مش حاجة بتعليكش حاجة على فكرة دايما في مخلط الأجهزة تشخيصية بالظبط ما بيعليكش لانه انت بتعمل ايه يعني بصت لايه اصرف يا عم على ليزر لانه انا هعمل بيه العملية بس بنا هشخاصه بالظبط طب انت عارف المقارنة فين اتنين ده كاترة واحد شاف المريض اللي مدت ثواني وقال له انت عندك بوسير واحنا عدنا ربع ساعة نشخص المريض بالاجهزة والصور وكل حاجة وفي الاخر احنا قلنا له انه عندك بوسير صحيح لكن انا متأكد هنا انه معندوش حاجة غير البوسير وهنا هو مش متأكد هو خايف يكون عنده حاجات قانية او حاجة اكتشفها جوه العملية او حاجة ده جد هي ده بقى قيمة التطور وقيمة انك يعني بتسعى الحقيقة الحاجات الجديدة كلها انت النهاردة اساعة تنيه ساعة ده الله يخيك والنهاردة تفسحنا فسحة جميلة جدا صحيح في عالم يعني فسحة جميلة يعني النهاردة على فكرة الحوار كان بدون ترسيب احنا النهاردة كنا هنقعد نتكلف البروكتوستيشن لقيت ان البروكتوستيشن ده يعني اسالة لعابي العلمي فان انا هشوف بقى ايه اللي ورا شخاص ناسي ماشي الليزر الليزر يعني ابهرنا قولنا لأ ندخل ورا الليزر نشوف في ايه تطلع كمان الطمع مش ان انا هعمل الليزر عمياني بجايد بمتتبع لو الخيط لازل انا شوف سوء لا ده انا هشوفه بمنزر ده انا بقيت شاطر او في اللي انا بقيت شاطر او في اللي مزر جدا والله كل تقصص يقولول انت بقيت شاطر صحيح جدا والله انا مبار يعني والله في الاسنان يا باشا والله انا عارب بقيتها عدل عليهم وخطة على جاي تروأهم تروأهم فلاس رغم انها كلية طب تانية غارس صحيح ضيفي العزيزة بسوس دكتور محمد النجاريستي شاري جراحات الشرج والمستقيم وعضو جمعية الاوروبية لجراحات الشرج وهو طبعا المؤسس اللي هي مكيور لعلاج وامراض الشرج والمستقيم نورتني وشرفتني ومتاجمل الحاجات اللي انا يعني ايه يعني روحك الجميلة اعتزازك بفريق العمل ده مدرسة مهمة جدا صحيح لازم ننقلها لكل الجيل الصاعد بقى ورانا فريق انت من غير فريق عملك صحيح بتبقى مضطرب مع فريق عملك حس بالامام اعتزازك بفريق عملك ده مهم جدا واختيارك له مش موضوع سهل ده موضوع عايز تركيز شديد جدا خليكم مع الناس الحالة لا يمكن في دوال الخاصتين ان نطلق الامر كده نقول دوال الخاصتين ونقول تعمل كذا لا احنا نتكلم على مستوى معين من التأثير هيقول لي طب احسنا بقى فيه بهجيل دوالي لا ما كل الناس بتوقف لكن فيه ناس هيجيلهم ونس مش هيجيل طبعا انا بشيل حاجات تقول هيحصل دوالي لا انت هتحصل غيرك مش هيحصل لازم يكون فيه قابلية من الاول في الاولدة دي او الضعف اللي احنا بنقول عليه في الصمامات دي اللي بخلي الدوالي تحصل او تبقى موجودة علاخ الدوال الخاصتين بالإصارة المستمرة ونتيجة مشاهدة افلام الاباحية للأسف فيه شباب في الوطن العربي اهلا بكم في واحدة من حلقاتنا الهامة ودايما حلقة لما يكون عنوانها دوال الخاصتين انها من العلمي ورغبة في الفهم الدقيق لهذا الموضوع اللي عليه جدل والجدل يمع من ان دوال الخاصتين انا بعتقد انه هو ندى نقول كده باللغة البسيطة انها اكيد مش حالة ذات شكل واحد لها اشكال ودرجات ومن هنا من درجات المرض يكمن الاختلاف او يكمن ما يسمى بالمعتقدات الخاطئة وغير الدقيقة مثلا دوال الخاصتين علاقتها بالعكم ايه؟ ده سؤال مهم جدا هيطرح نفسه وطبعا هرجع تاني اقول لي انهي مستوى من الدوالي انت بتتكلم على مين لانه لا يمكن في دوال الخاصتين ان نطلق الامر كده نقول دوال الخاصتين ونقول تعمل كذا لا احنا نتكلم على ومستوى معين من التأثير ايضا لازم نفهم انه كلمة دوال الخاصتين تؤثر بعض الطفل الاول وتؤدي الى تأخر انجاب بعدي اللي هو بيسموه تأثر انجاب سانوي برضو في انهي مستوى في انهي شكل من اشكال الدوالي سؤال مهم دوال الخاصتين اعراضها موجودة مين مين اللي يصهر عليه الاعراض ما ممكن تلاقي عيان بلا اعراض وعيان تاني عنده اعراض مركض ومتدايق وعلى له مشاكل كبيرة بس فيه سؤال كمان مهمة اوي ده سؤال معتقد وللأسف مش للأسف هو الناس متفكر فيه وفيه كلمة للأسف فيه علاقة دوال الخاصتين بالإصارة المستمرة نتيجة مشاهدة افلام الاباحية للأسف فيه شباب في الوطن العربي تفرج على افلام الاباحية للأسف طب الاصارة المستمرة نتيجة عن الافلام الاباحية دي ممكن تؤدي الى دوال خاصتين ولا لأ هي الاجابة لأ بس تؤدي الى مشاكل تانية كبيرة جدا يعني ده مش معناه انها حاجة امنة ده بالعكس دي حاجة تمنتها القطورة على مستوات كتير زي ما انتو جاهدين هالخاصتين موضوع شائك ومتنوع فيه الافكار عشان كده انا قلت نجيب هذا الموضوع الشائك لضيف العزيزة القيمة الالمية الكبيرة والاسم القدير في هذا المجال الاستاذ الدكتور عماد الدين كمال استاذ امراض الزكورة وتأخر الانجاب الاستاذ من كلية الطب صعب دكتوراه امراض الزكورة وتأخر الانجاب من كلية الطب جماعة القرارة نورتنا دكتور عماد بي وشرف كبير لنا هذه السابق اهلا باستاذ المشاهدين جميع والحيانة سعيد جدا باختيارك للمنطوع لان احنا عايزين نحط زي ما بقوله قول الفصل في الدوالي فهبدأ الاول ما هي دوالي الخسيتين تعريفا ثم اسبابا اه موضوع الدوالي زي ما زحرك ذكرت هو موضوع الساعة يعني موضوعه مهم جدا لكن لازم نحط فيه خطوط ومش هنفتحه ان احنا يعني خلاص دوالي نعمل عمليات وخلاص لا اه موضوع الدوالي الخسيتين هو مشكلة تصيب الاوردة اللي هي حوالين الخسية اللي هي بتعمل عملية نوع من انواع ترجع الدم الغير مؤكسة من الخسية عشان يخش في الدورة الدموية وياخد الدورة بتاعته فيه سمامات سوايار اوي في الاوردة دي احيانا خلقيا السمامات دي بتبقى ضعيفة والكلام ده بيحصل زي ما بيحصل في دوالي القدمين وزي ما بيحصل في البواسير دول مرتبطين بنفس المشكلة وهي نفس السبب الخلقي ان السمامات دي ضعيفة فمع وجود الجاذبية الارضية الدم هيطلع المفروض لو السمامات دي كويسة الدم الفاسد هيطلع ومش هيرجع تاني السمامات ضعيفة الدم الفاسد من الخسية هيطلع لفوق وهيحصل له ارتجاع تاني على الخسية فكأن انا عملت نوع من انواع دم غير مؤكسة او دم فاسد رجع على الخسية تاني رفع درجة الحرارة مليء بالشوائب والمواد الغير مؤكسدة هتأثر على الخسية لكن زي محرك زكارد هي الدوالي قابلية موجودة عند الشخص من الاول يعني عنده عيب خلقي في الاوردة دي ايه لي زودها يعني ما احنا في ناس كتير عندهم دوالي تمام؟ في حاجات معينة بتزود موضوع الدوالي الناس اللي بيقفوا فترات طويلة الناس اللي بيشيلوا حاجات تقيلة الناس اللي عندهم ضغط على عضلات البطن مستمر عنده كوحة مزمنة عنده امساك مزمن بيرفع اسقال كتيرة كل ده بيعمل ضغط على البطن وبالتالي بيعمل اعاقة لرجوع الدم الغير مؤكسة من الخسية فبيزود في الارتجاع فيحصل الدوالي موضوع زي ما حاجة ذكرت الاسارة الجنسية للشباب واللي بتفرجوا على حاجات دي هي فعلا ما تعملش لكن بتزود الاحتقال لكن تزود بتزود المشكلة لكن ما تبدأش المشكلة فكل الحاجات دي بتزود الدوالي وبتخلي الدوالي موجودة عند ناس معينين وناس لا هيقول لي طب احسان بقف بهايجري دوالي لا ما كل الناس بتوقف لكن في ناس هيجيلهم وناس مش هيجي طب انا بشيل حاجات تقيلة هيحصل الدوالي لا انت هتحصل غيرك مش هيحصل لازم يكون فيه قابلية من الاول في الاوردة دي او الضعف اللي احنا بنقول عليه في الصمامات دي اللي بيخلي الدوالي تحصل او تبقى موجودة فالدوالي موجودة في نسبة 20% من الشباب يعني هي نسبة مش قليلة ويمكن من اكتر الامراض الجراحية موجودة في الشباب 20% دي نسبة كبيرة فموجودة فعلا بالنسبة لكن على درجات متفاوتة درجة خفيفة درجة متوسطة درجة كبيرة وكل درجة لها تأثير وكل درجة لها تعامل معين من التعامل اللي احنا بنتعامل معها فيه اذا كانت دوالي خسيتين هي موضوع الساعة ففي موضوع جواها هو موضوع الساعة دايما في اي حوار يخصها اللي هو موضوع متى يتخذ قرار عملية لدوالي خسيتين دايما احنا تعلمنا موضوع دوالي خسيتين موجود في 20% من الناس وانا مش هعمل عمليات ل20% من الناس مستحيل لكن احنا عندنا الدوالي لها هدفين او اثنين من الدواعي اللي بيت خلينا نفكر في العملية ولد شاب صغير مجاوسي وعنده قلم شديد متكرر بسبب دوالي الخسيتين افحصه ولاقي عنده دوالي متقدمة وبدأت كمان تأثر على السائل المنو لازم اعمله شاب تزوج وما كانش يعرف انه عنده دوالي وبدأنا نشوف سبب تأخر الحامل عند زوجته عملة تحليل السائل المنوي اللي انه نقص في الحركة بتاعت الحيوانات زيادة في تشوهات الحيوانات المنوية قلة في العدد بدأنا نفحص نلاقي في دوالي هنفكر نعمل الدوالي دي طيب الدوالي دي في الناس المتزوجين يعني في كل الناس الدوالي تتعمل لا طبع لازم تكون دوالي متقدمة ولازم تكون هي السبب الرئيسي في ضعف الحيوانات المنوية او تأخر الانجاب ولازم ما يكونش معها اسباب تانية يعني احنا كتير قوي بلاقي حد عنده دوالي موجودة لكن هو عنده نوع منوع الضمور او الضعف الخسي او عيب من عيوب الكرموزومات الشهيرة فالخصة صغير فيها دوالي لو انا عملت له دوالي هاستفاد على دي اطلاق ومش هاستفاد لانه عنده مشكلة اكبر من الدوالي فلازم يما اعمل الدوالي لازم تكون دوالي من الدرجة التانية او التالتة متقدمة شوية مؤثرة على الحيوانات المنوية مفيش اسباب تانية وبرضو ما ناخد القرار القرار ده في وقته متغير يعني احيانا بقول المريض خلاص لازم نعمل الدوالي ومش هنستنى اي وقت دوالي كبيرة تشخصت ضعف في الحيوانات المنوية مالو السبب تاني تأخرنا في الحامل سنتين ثلاثة الزوجة سليمة ما عنديش اي اسباب تاني واضح القرار واضح مالوش تاني احتمال نعمل كزا لا هو هنعمل الدوالي طيب دوالي موجودة متوسطة مش كبيرة عامل ضعف متوسط في الحيوانات المنوية تمام لا اقدر استنى ودي فرصة للعلاج مرة واثنين اذا حصل حامل خير ما حصلش حامل لا هعمل الدوالي طيب لو حصل حامل الدوالي انتهت لا ما انتهتش هي موجودة هستنى الحامل التاني اذا تأخر هتعامل معها ما تأخرش برضو ما فيش مشكلة طيب عندنا دوالي برضو مش كبيرة ومش مؤسرة على الحيوانات المنوية والزوجة عندها مشاكل واضح عندها تكيوسات في المقبايت عندها انابيب مسدودة عندها مشاكل تعوق الحمد انا في الاخر بقيم زوجين انا مش بقيم واحد لا انا بقيم اتنين فلازم احط في دماغي كل الاحتمالات لا ما اعملش الدوالي دي طالما التحليل معقول والزوجة عندها مشاكل استنى يما ازبط مشاكل الزوجة تمام وبعدين لو مشاكل الزوجة تزبطت ومعنديش سبب غير الدوالي خلاص لازم اعمل طيب عندي دوالي بسيطة ومختلفين عليها انا اشوفها زميلي ما يشوفهاش الاشعة تشوفها ممكن حد تاني ما يشوفهاش يعني فيها اختلافات فيها اختلافات معناها دوالي من الدركة الاولى او الساب كلينيكل زي ما بيقولوا الساب كلينيكل يعني تحت مستوى التشخيص الاكلينيكي يعني ما تتشافش واشوفها بصعوبة لاشعة بس لها تطلعها الدوالي الخفيفة دي او الساب كلينيكل دي او اللي هي مش كبيرة لو انا ما هيش السبب الرئيسي وعندي مشاكل تانية في المريض واضحة عنده عنده عيوب في الكروموزومات الخصية عنده ضعيفة حصله الاتهاب لغدد ان كفية اثرت على الخصية واضح انه عنده مشكلة كبيرة وهيباني ازاي انه عنده مشكلة كبيرة انه هلاقي تحليله واطي اوي يعني الحيوانات المنوية نص مليون وربع مليون مفيش حركة خالص تشوهات تامنية وتسعين في المية لا يعني دي مش قصة الدوالي دي قصة حاجات تانية فانا لو عملت الدوالي انا هكلف المريض ده فلوس وهضيع وقت ومش هوصل لنتيجة لا انا لازم ادور على السبب التاني ففي الحالة دي لا انا مش هعمل الدوالي يعني قولا واحدة مش هعمل الدوالي هدور على السبب التانية وبعدين هفكر ان انا هعمل حقن مجهري او وسائل تانية فدي كلها قرارات لازم تتوزن ولازم وزنها يبقى مصبوط ولازم الوزن يبقى محايد محايد ان انا في مصلحة المريض انا عايز احقاله احسن نتيجة واقرب نتيجة فاخد قرار مصبوط ومناسب اعمل استنى ما عملتش عملية الميكروسكوب او الميكروسكوب هنا نقل هذه العملية لمنطقة الى حد كبير جدا امنة وما بقاش الميكروسكوب رفاهية ده بقى واكب زي ما بيقوله مصبوط حركة الميكروسكوب طبعا غير زي ما غير عندنا في موضوع عينات الخاصية والاستخلاص غير في موضوع الدوالي الدوالي مرت العملات بتاعتها براحل كبيرة قوي على مدار الزمان من ناحية العملات الجراحية مستوى العملية المستوى العالي اللي هو فوق المنطقة الارابية ومستوى المنطقة الارابية ومستوى ما تحت المنطقة الارابية كل دي مرينا بها وفي الاخر اكتشفنا ان احسن اماكن اللي هي المنطقة الارابية او ما تحتها في الجراحات ليه دي احسن نتايج عشان اكتشفنا ان احنا كل ما بنطلع فوق شوية وبعيد من اتعرض للسكة الجانبية للأوردة بتلف بعيد عني وما بشوفهاش بتخلي العملية ترجع يعني انا اطلقت فوق ربطت اوردة نسيت اتنين تلاتة تاح ماشيين يرجعوا الدم تاني بعد شوية مع الوقفة ومع الضغط الاوردة دي بتكبر الصغيرة وتعمل ارتجاع لعملية الدولي بنسبة كبيرة فقولنا لا خلينا في المنطقة الارابية او ما تحتها بعد شوية يما طلع المناظير الجراحية كانت ثورة في المناظير وكل الناس حابة تعمل بالمناظير الجراحية المناظير لها ميزة ان انا بعمل جرح صغير قوي والعيان يعني مفيش مشكلة بيستفاد منها انا وبيوم وبيمشي لكن اكتشفنا ان الموضوع ده مش ظريف عندنا مش ظريف ليه في جراحات الدولي بالذات ان احنا دايما بنخش في مستوى عالي ونسبة الجوع الدولي بتوصل احيانا لخمسة وعشرين فالمية فما استفدناش استفدنا جرح صغير طب احنا خلاص ما احنا دوقتي بنعمل جرح صغير فهي نفس الفايدة لكن عندي ريسك او مؤامرة ان العملية هترجع بنسبة كبيرة او فقلنا لا خلاص بدأنا نفكر في حاجة تزود نتائج المنطقة الايرابية دي ان احنا بينا نخاف ان بعض الناس تربط الشرايين بتاعت الخيسة اللي بتغز الخيسة فتأثر سلبيا على العملية احيانا بنربط الاوردة او الوعية اللي انفاوي اللي هي بتجمع مية حوالين الخيسة فقلنا لازم نفكر في حال ان احنا نشوف الحاجات دي كويس او فدخلنا الميكروسكوب الميكروسكوب يما بفتح وبشوف العملية انا ببقى مكبر تقريبا حوالي اربعين اكس تمانين اكس ميت اكس يعني الفيلد متكبر بشكل كبير جدا فالنبض بتاع الشعيرات او نبض الشرايين هقدر اشوفه وانا بطلع الاوردة وهقدر ابعد عنه خالص وابعد عن الشرايين اللي هي ربطها ممكن يضر او ممكن يدينا نتائج مش زريفة وباخد الاوردة بعيد واربط الاوردة دي كويس اوي وهكذا برضو الاوعية الانفاوية ببعد عنها عشان مديش احتمالية تكون كيس مائي او قيلة مائية للعملية وبالتالي الميكروسكوب خلي العملية الى حد ما دقتها عيلة تاوي وبقت واضحة ومفهاش مضاعفات حتى لو حصلت المضاعفات دي مضاعفات بنسبة قليلة جدا فعشان كده احنا حاليا الميكروسكوب الجراحي في الدوالي اعتبر رقم واحد في عمليات الدوالي البرقية السريعة بقى المن يعني يظل يعمل عملية الدوالي بالاساليب القديمة متجاهل البجر اكيد لا احنا طبعا الاساليب القديمة زي ما قلنا هتفقد فرص المريض فهتحرمهم من نتائج كويسة هو عملها عشان كده فمعليش لو هنعمل دوالي عشان تأخر انجاب خلينا نعملها بطريقة صحيحة حديثة تدي المريض نتائج ومعليش يعني احنا دلوقتي في زمن التخصص خليه يعملها عنده متخصص افضل وخلينا احنا نشتغل في شغلنا التاني عندنا سكوب كتير او من الشغل ازا كان الناس اللي هم مش متخصين عندهم شغلهم التاني خلي الدوالي المتخصصين بتوحب لو كله قعد التصم بتخصصه يعني هيبقى طبعا نستريح كلنا في ناس بتشتغل حاجات غريبة بعيدة عن تخصصها وسيبقى تخصصها الغني جدا يعني غريبة يعني الناس غريبة الناس اللي عندها دوالي او معرضين او عايشين حالة دوالي او عملوا عمليات هيبعدوا عن الاشياء الوجبات السريعة بلاش منها الدهون الحيوانية الدهون المصنعة زيود المهدرجة السكر البناطيل الديقة يبعدوا عن الكحول طبعا الحمل الاشياء السخيلة ازا اوتيح لوم لكن في ناس شغلها انها تشيل حاجات دي ضيفي العزيز الخيمة العلمية الكبيرة والاسم اللامع في هذا المجل بسعدني دايما بحوار علمي راق المستوى الاستاذ الدكتور عمادي الدين كمال استاذ امراض الزكورة وتأخروا انجاب الاستاذ بكلية الطب وصاحب دكتوراه امراض الزكورة وتأخروا انجاب من كلية الطب جامع في القاهرة كان ضيفي فيه واحدة من ارقى حلقتنا على الاطلاق واكثرها صراحة فيها جزء كان صريح جدا وتظل هذه المنطقة ذات وجهين زي ما احنا وجهين لعملة واحدة انسان عند دوالي متى سيكون العملية بالنسبة له جيدة للغاية متى يكون ليس له يعني حظ كبير اذا عمل العملية فيه تأخر الانجاب الاجابة كانت واضحة جدا في المنطقة الاخيرة من حوارنا لكن تبقى الدوالي واحدة من اهم مواضيعنا على الاطلاق افهموها كويس وخلكم الناسة خلوها سنانك المفروض انت تتاكل بيها بالكتير بتصفر بيها لكن حضرتك مش المفروض بسنانك تفتح إزازة الحاجة السقة إزازة الحاجة السقة ليها تتاح مش المفروض بسنانك تاكل بيها تلك أو تكسر بيها تلك إزاي هتقول ان انت عالكت بالمضاد الحياة؟ لأ المضاد الحياة بيعالج العرض مش المرض يعني هدى شوية الإحساس بتاع الوجع هدى الالتهاب اللي موجود حوالين العين لكن هو عالج عالج لا هو معالكش إطلاقا إطلاقا الكونسبت بتاعي إزاي أهرب إني أروح لدكتور السنان ده مش كونسبت مظبوط خالص إزاي نفكر نروح لدكتور السنان أنا قعدت سنين على ما وصلت إن لأ أنا هعمل أشاعة مقطعية وأنا بخلع درس العقل عشان أنا مش عايزة مشاكل مريض السكر لازم الترقومي بتاعه ينزل ما قلتش أبداً إن مريض السكر مش هيزرق المشكلة بتقابلني في التقوين إن بيجي للعيان قرية يمركب الجهاز الحالة متشخصة غلط ويقول لي صلحي العالم فيه تقدم كبير جدا كبير جدا كتير بقى قوي قوي يجي يشتكي من درس ويقول لك أنا عملته على الجزور وطلع خرابه وقعد ينزل في مدة وحصل 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 أبص إطبقه الدس مش موجود أصلا سال خير أخبارك إيه أعمل إيه الحمد لله حشنا والله هو خير في وريك سنان أنا اكتشفت إن موضوع التشخيص موضوع في منتهى الأهمية ومحدش متديله حجمه هورمون الهبل ده موجود فيك عادي ما ملوش أي علاقة هورمون تشكوا العقل إن رايح بسافرتها مش ملوش أي علاقة دخل عادي بالساعد ولا لا لازم الناس يكون عندها منطق إن الدكتور مش تاجر الدكتور بيتارجت نتائج أكتر من المريض نفسه ليه؟ لأن أنا سمعتي فرحتك موسيقى الدكتور إسراء أحمد السعيد استشاري جراحات الفم والأسنان بكلية طب القصر العيني ماجستير جراحات الوجه والفكين كلية طب القصر العيني ماجستير جراحة الفم والأسنان كلية الطب القصر العيني حاصل على الدبلومة الأسبانية لزراعة الأسنان جماعة سيفيا عضو الجامعية الأمريكية لجرحين الأسنان موسيقى 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 أهلا بكم في عالم الأسنان في أخطاء الناس بترتكبها أنا بعتقد إنها من الأخطاء القاتلة أول حاجة أول خطأ خطأ شائع جداً أنا مروحش للدكتور سنان ده خطأ كل فترة بقى طويلة كمان أو مروحش خالص يعني لمدة السنوات يعني خطأ التاني إن أنا مستخدمش الخيط ناس كتير بتغسل السنان لكن ما بتستخدمش الخيط ده خطأ كبير جداً خطأ التالت إن أنا استخدم الفرشة بس بشكل غلط وده كتير بيختاروا فرشة غلط أو بيستخدموها غلط في ناس بتكرهد تحط الفرشة تك 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 كده ثلاثة ربع خمس ثواني عشر ثواني ويجري يا معل الخطأ اللي بعد كده خطأ مشهور قوي إن أنا استخدم معجون سنان خالي من الفلورايد ده طلع غلط الفلورايد مهم جداً للأسنان برضو استخدام الأسنان في أعمال غير آدمية أو غير مصنفة يعني ساعتك سنانك المفروض أنت بتاكل بيها بالكتير بتصفر بيها لكن حضرتك مش المفروض بسنانك تفتح إزازة الحاجة السقة إزازة الحاجة السقة ليها تبتاح مش المفروض بسنانك تاكل بيها تلج أو تكسر بيها تلج مش المفروض إنك أنت تقعد طول ما أنت قاعد حاطت مثلاً خلة كده جوه سنانك وعمل فيها يعني الوضم الغربي الأمريكي كل دوت بيضر بسنان جداً حاجة تانية أرجوك أرجوك تروح لدكتور الأسنان كل قد إيه المفروض كل فترة زمنية وسيارة أنا في رأي أهلاً بنسأل بس الكلاسيكية ما فيش عاجة اسمها أنا ما روحتش لدكتور الأسنان من أيام ما كنت في أعدادي أنت بتضيق وبعدين في ناس كتير يقولك لا أم لا أنا روح أطفع فلوس قد كده عن الدكتور الأسنان هي مش قد كده ده رقم واحد رقم اتنين ما انت بتصرف فلوس بقى قد كده في هيافات بتقعد على الكافيه وتصرف فلوس بتحب المنظرة وتقعد تجيب لبس ما بتلبسوش وبتصرف فلوس الموبايل بتاعك عمال تستخدمه في الهيافة وطول اليوم قاعد عمالت الشات وتفعل على فيسبوك مش عارف إيه وتدفع فاتورة في الآخر قد كده وبتصرف فلوس بتدفع فلوس للنادي اللي انت ما بتروحوش واللي مش عارف إيه اللي انت ما بتعملوش ومواويل كتيرة جداً جداً انت بتصرف فيها مالهاش لازمة دلوقتي المنظومات بالأسنان مش مكلفة زي الأول اعتقد يعني فيها عايات مكلفة النهاردة هنسمع حوار ممتع جداً مع ضيفتي العزيزة التي تمتعني وخصوصاً في هذا النوع من الحوارات الحكاوي بتحكيلي دايماً زي ما تقولوا دفتر أحوال الكلمة دي قديمة جيب بتاعنا يعرفها كلمة دفتر أحوال ويوميات دكتور سيناد النهاردة هنستمتع بيومي هالدكتور أسنان بس من طراز رخياء وصاحب علم ومتميز صاحبة علم ومتميز الغيضة فكرة عزيزة بسوط الدكتورة إسرائيس سعيد استشاري جراحات الفم والأسنان بكلية الطب وماجستير جراحات الفم والأسنان بكلية طب أسنان أصرعيني ماجستير جراحات الفم والأسنان وحاصلت الحاصل على الدبلوما الأسبنية زراعة الأسنان من جماعة سيبيا وعضو الجمعية الأمريكية اللي جراحة العسين أهلاً 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 دكتور عزيزي أهلاً يا دكتور عزيزي اللي أنا قلته دي أخطاء شهيرة الوعد بروح يجليك كل أدنين موسيقى الأخطاء دي فعلاً مشهورة بس إحنا لو إدارنا إن إحنا نروح لدكتوري الأسنان مرة كل ست شهور يعني ده يبقى جميل والله يعني أنا متشكرة جداً لحدها مشكرين مشكرين زوروني كل ست شهور مرة ياريت والله يعرف الأهنية بتاعة سيدة الويش بالظبط كده يعني إحنا لو يعني عمل الموضوع دوت بجد هيبقى الموضوع فريق كتير المفروض تعملوا الأهنية دي دي كنتم أو الله يعني لا يتوزروا كل سنة مرة آه يعني حرام تنسوني بالمرة حرام هو فعلاً سيدة الأهنية دي المفروض تشتغل في كل عيدات الأسنان والله فكرة عبقرية أيوة صح محدش مكتشفة عبقرية لو أنت شغلتها في البجر أولاً دي من لحد يدخل زوروني تاني بقى موضوع موضوع غسيل الأسنان وموضوع الخلة اللي بتتحط الكلام دوت بحتاج شوية تعديل يعني إيه يعني الناس المفروض تعرف إزاي بنغسل أسناننا وليه بنروح للدكتور وهل إحنا لو غسلنا أسناننا أنا بسمع الكلام ده كتير قوي لو غسلت أسناني كل يوم أنا مش هحتاج أني أروح لدكتور الأسنان الأسئلة دي بتتسئل لي كل يوم على الفيسبوك بيج بتسئل في المركز بتتسئل لي في كل مكان هو مبدئياً الكونسبت بتاعي إزاي أهرب إني أروح لدكتور السنان ده مش كونسبت مظبوط خالص إزاي نفكر نروح لدكتور الأسنان علشان نبعد عن المشاكل مش إزاي ما روحش لدكتور الأسنان إحنا لازم يبقى عندنا قاعدة إحنا بنروح مرة كل ستة شهور تعصرنا لأي سبب حد نسافر برا مصر بينزل مرة كل سنة عندنا ابننا في سنوية عم بنتنا مثلا تعبانة خلص خلينا مرة كل سنة لكن إن إحنا نلغي خالص ولا كل ستة شهور ولا كل سنة دي خسارة كبيرة ثانياً إزاي نقل للمروحنا لدكتور الأسنان أو نقل للمشاكل اللي بتحصل في أسناننا أبسط حاجة إحنا نخسل أسناننا غسيل الأسنان ده موضوع خط حجم كبير قوي ومحدش لحد دلوقتي عارف إزاي بنخسل أسنان الناس بتعمل عملية يعني إيه تشريح لسه مش غسيل أسنان الصح بتاعنا إن إحنا لازم بنحط الفرشة ميلة زاوية 45 لفوق كده وننزل لتحت السنان اللي تحت بنميلها لتحت بزاوية 45 يعني بنميلها ونطلع لفوق إحنا عندنا كل سنة لها خمس أسطح إحنا كده عملنا سطحين أو تلاتة طبق الأسطح هنعملها إزاي عندنا الأسطح اللي بناكل عليها لازم نقف على السنة ونعمل حركات دائرية بحيث نطلع أي حاجة مخزونة على أسطح الأسنان ولو صغيرة جداً ده كده السطح اللي إحنا بناكل عليه طيب الأسطح بقى اللي هي اللي ما بين الأسنان وبعضها ديها بتجيش بالفرشة أسنان دي هتيجي إزاي؟ دي هتيجي بالخيط الطبي الخيط الطبي حاجة فيه منتهى النظافة والسهولة والجمال وإحنا قاعدين هنقوم جايبين الخيط لفينه على صوابعنا وحطينه ما بين الأسنان وعملين ودخلين وخارجين بس مش دخل خارج لأ إحنا بنحتك بالسطح الليمين وبالسطح اللي شمال بنظف الأسطح فكرة نحط خلة ونقوم غرزينها ونطلع من الناحية التانية أو فكرة ننظف بالخلة دي حاجة مش حلوة مبدأ الدبوس بتاع الشعر أو بنسة الأسنان اللي بننظف بيها ده كلام مش مظبوط خالص ومش صحي إطلاقا بالعكس بنعم المشكلة فكرة إنه إحنا نحط فرشة الأسنان في الحمام على الحوض كل الفرش محطوطة فيه ناس حقيقي والله يمش بهزر يبقى فرشة واحدة بيستخدم العائلة كلها ده كلام غير صحي الفرش اللي كلها جنبة بعضها إحنا ممكن تنتقل العدوى من شخص للشخص عن طريق فرشة الأسنان وده يبقى لغز كبير إحنا مش عارفين إزاي تنقلنا المرض يعني مثلا إحنا لو شفنا هنا إزاي بنخسل إزاي سوري بنعدي الفلس لازم نعدي يمين وشمال يعني لازم نحتك بسطح الليمين وبسطح اللي شمال إحنا لو أول حاجة لازم نعرفها هنخسل أسناننا هنعمل الفلس هنعمل بقى آخر حاجة ودي جميلة بقى ليه أنا نجيب أي مضمضة من الصيدلية أو نعمل إحنا مضمضة مية وملح ونحطها في كباية ولا وتفر سيارة تتعمل طازش ومية دافية ونتمضمض بيها خلاص كده الدنيا بقت إن شاء الله نضيفة جدا ما عادش في بواقي أكلي ما عادش في أسطح خشنة يترسطب عليها الجير ما عادش في رائحة كريهة الدنيا بتبقى أصبط كتير ساعتها ممكن لما نزور إحنا مرضونا نزور دكتور السنان يعني مش مدعم كده عشان ما نزوروش لما نزور دكتور الأسنان ممكن ما نلاقيش إلا درسة أو اتنين عايزة تحشي وخلاص طب إحنا لو ما عملناش كده لأ إحنا كل ما هنروح هتلاقي عندنا خمسة ستة واللي كان مساوس السنان اللي فاتت عادي كان محتاج حشوة دلوقتي محتاج على الجزور واللي كان نص نص دلوقتي محتاج تربوش أو محتاج دعامة الأمور بتبقى أعمق لو عملنا البروتوكولز دي هنلاقي الأمور حلوة جدا حلو قوي ونشغل قونيت زروني كل سنة مرة حرام تنسوني بالمر أنا بجد عايزين نعمل مرة إزاي ناس تخسل أسنان هنا لإن أنا اللي أنا بسأل الناس كده أحيانا بدردش كده مع الناس بلاقي دي 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 ده كده بنقطع بعض كده ومحدش بقى بيعرف وراء في إيه خالص وراء ده مش طبعنا يعني بناخد الوجهة وراء الأسنان وبذات درس العقل لازم ندخل فورشة الجوه ونقفل بقنا لإنه طول ما إحنا فتحين بقنا الخد بيبقى داخل الجوه ما بتتوصلش للدرس العقل لازم تقفل بقك علشان الفرشة تدخل لجوه آخر بقى تلكيكة الناس تقولك مش عارف أن ينضع معجون سنان المناسب دي بقى التلكيكة لو إيه أنا ما بلاقيش معجون سنان كل مجحة سنان أي معجون سنان على فكرة مناسب أنا عايز أقولك إنه ممكن من غير معجون سنان أصلا ده على فكرة يعني آه بل شوية الميا كده ومية دافية وبتحطها معجون سنان ده إيه وظيفته معجون سنان ده لوبريكنت أو مجرد بيسهل حركة الفرشة من زي ما ناس فاكرة معجون سنان على فكرة هو اللي بيمنع التساوز ناس مالوش قيمة كبيرة خالص هو بيحرك وفنيت دي ريحة حلوة عشان لو في حاجة ما بين الأسنان ريحتها مش جميلة من قدش متضيف وأرفون فإنت ممكن لو معجون سنان مش موجود بإضطر بس الفرشة بمية دافية خلاص هتعمل نفس النتيجة لو بالصابون عملت بس الصابون عايب أنه هو في أحماض عالية وحاجة يعني ممكن تخلي عايز تهرش كده في الليسة ممكن من غيره خاص من غيره هي بمية بس خلاص مش محتاجين أكتر من جد في ناس كانت بتقول ممكن نعمل نعمل سنان بملح لا ده غلط ده بيعمل مشكلة جمده قوي في الليسة وده غلط وهتحس إن الأمور سائت مش حلوة فيقام معجون سنان يقام بمية من غير حاجة خالص معجون سنان لا بيعالج تساوس ولا بيبيض زي ما الناس بتقول ولا أي حاجة بدليل معجون سنان هتحطه في بقك كم ثانية ولا حاج إيه عشرين ثانية تلاتين ثانية ده بلاس معجون سنان لازم كمية قليلة لأنه لما بيزيد في البق بيخليك عايز تقتق يعني مش مرتاح وعايز بقى التف وخلاص زهقت منه فلا هو هيعمل إيه هو في العشرين ثانية فمعجون سنان حاجة مش بالأهمية الكبيرة وحاجة مش هي دي اللي احنا عايزين نوصل عايزين نوصل للفرشة مش للمعجون اليهرده هحكيلك حكاية أوكي في صورة بروبلم أوكي وتقولولي الحلول إيه يمكن العادة هتقمص شخصيات أحيانا وأحيانا تانية هتقولها زي ما هي كده أوكي لو الحاجة متقمصة شخصيات الشخصية الأولنية أوكي الشخصية الأولنية عبدو حلق حلول عبدو حلول ميش؟ عبدو حلول حلول عبدو حل بسأل خير قبل الدكتورة؟ بقول يا قبل قبل الدكتورة أنا كان عندي خرق وخدت له علاج صح وخاف صح والورم راح والألم راح وبأكل بدون أي ألم بقيت زي الفل ايه بقى؟ فاني استقل هو من الأول خالص هو واضح هو من الأول خالص آه مبدئيا الكلمة اللي أنا بسألها كل يوم هو الخراج يا جماعة ما بيتعليكش بالمضاد الحيوة آيوة مبدئيا آه فإحنا نجيب من الأول خالص إن أنا علكته ودايما بحس في عيون الناس اللي هو إيه وليه أنا أعمل كل ده عشان أعليك الخراج لما أنا ممكن أخذ مضاد حيوة هو عبدو حلول حلا آه مبدئيا لازم نعرف يعني إيه خراج فلو عرفنا يعني إيه خراج أي مشكلة في الحياة لو عايز تحلها لازم تعرف المشكلة أول تواجه المشكلة بس خلاص واجه المشكلة إنت كده حليت المشكلة أو اعرف فين المشكلة المشكلة إن عندك خراج الخراج ده أصلا مين شخصه؟ أصلا هو الشخص نفسه أشك في تشغيصه يعني أنا كنت عندي مبارح مريضة كانت مصرة إن هي عندها قرحة في بقها مصرة إسرارا شديدا يعني وحتى من الريسبشن بترك خلاص إدوني علاج للقرحة وأمشي أنا مش محتاجة إن أنا أكشف أصلا قصة كلها طلعت إن ده خرج وده العين بتاعته الخراج اللي بتطلع صغير وهي مين بقى اللي شخصها إن ده القرحة الدكتور استيدال الدكاترة استيدالة الصيادل عموما مع كل الإحترام هو ما ينفعش يشخص من غير ما يشوف ودي مش شغلته المفروض لا ريفير للمتخصص خلاص إحنا نجيب داوهم بيع هو شفها إيه؟ إحنا نجيب داوهم بيع إيش هو ما بيشخصوا؟ صح إحنا نجيب داوهم بيع صح إحنا نجيب الأدوية بتاعيتنا على فكرة كازا حد بيقولي دي ما بتجيبيش الأدوية وتبيعها بدل ما احنا كده ننزل استيدالية ونشتري دي مش شغلتي على فكرة وكازا حد يقولي لي ما تفرضيش علينا مني؟ على فكرة دي مخالفة رهيبة دي مخالفة جبارة حكاية ما حد يبيع دواب من العيادة ما ينفعش دي مخالفة القنون بيحركوا عليها أنا لازم أسأل جهاز حماية المستهلك الحكاية دي عقوبتها إيه؟ ونعلنها عسرف حد مشكورا يقولينا ده كادرة التخصيص بتبيعها الأدوية في العيادة ده دي مخالفة رهيبة أنا أصلا لما سمعتها كنت مستقربة الدواب يتبع بالستيدالية ما ينفعش للتبع اوتوسي ما ينفعش للتبع يعني أتصل يجي للدواب باكت ده ده دي نصبه ده دي مخالفة جبارة يعني أتصل بحاجة ويبعتول الدواب مع واحد دي ليه دا يعني؟ لا ما هو الدليبريم السيدالية لكن ده جاي كده من حتة بنعرفهاش اللي هم على الفيسبوك وفيسبوك على الصفحات النات والسعاد من التلفزيونيات الانلاين يعني اه اونلاين فيه ناس كانت بتبيع كريمات وبتاع ما حدش اللي انه السيداليات بتخزن الدواب تريدها صحيحة والدواب ده بتخزن فيه أدوية بتحطي بدرجة حرارة معينة فيه لازم بتحطي التلاجة فيه أدوية بدرجة حرارة مش عارف ايه فيه عائلة بتاعة التخزين نفسها ليها ماتيريا خاصة جدا صح السيداليات مش حاجة ساهلة صح انا بقولك فيه ناس يعني بتعرض حتى علي انا بطلب طبعا مع معظم الناس سكر تراكمي بليه طبعا يا دكتورة ما يعني اصحاب انت العينة يعني واعرفي على طول كمه ده 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 الشياطين بيدعولك ده اه والله أنا بتوفصل بيه اه لا تجعني منحرف انا دكتورة اسلام انا مالي انا انا ليه انا لا تجعني منحرف اه طبعا هتجرأ ايه ده هي نقطة ضم في ثانية يا خرم يا خرم لازم اذاكر اصلا ازاي بنعمل التحليل السكر وبعد كده ده ماعمل تحليل يا دي نسيبها السودة انا ليه اخرب ليه اخرب ليه في الخصة دي فالناس بتبقى عندها اه فكرة ان الدكتور ممكن يعمل اي حاجة فالصيدة ليه شخصها ان دي قرحة لا انا لما شفتها وعملت لها اشع لا دي خراج ما هيش قرحة مش كل حاجة مطلعة عين نقول ان دي قرحة فاول غلطة الاستاذ قالها انا عندي خراج مين اللي قال انه خراج اول حاجة تاني حاجة يعني ايه خدت خراج خدت انتبيوتك عالج الخراج مش حاجة اسمها كده الخراج دوات معناه ان فيه بقرة صديدية او فيه تجمع بكتيري فيه المكان دوات حل للعظم اللي الموجود عمل منه صديد الصديد بقى كميته ابتدت تزيد ابتدت تعمل العين وطلعت من العظم ازاي هتقول ان انت عالكت بالمضاد الحياة لا المضاد الحياة بيعالج العرض مش المرض يعني هدى شوية الاحساس بتاع الوجع هدى الالتهاب اللي موجود حوالين العين لكن هو عالج عالج لا هو معالجش اطلاقا اطلاقا المفروض ان احنا الاول ندخل من خلال الدرس وننظف كويس يعني مثلا ده الطريقة اللي احنا بندخل وبننظف كويس وبنشوف القنوات اللي متنية ايه لان ممكن جده بقى القرنية متنية مش متنظفة كويس وممكن ننظف الخراج من خلال القنوات دي بنعمل فتحة كده تصرف الصديد ده كله فترة معينة قبل ما نقفل او بالاشياء بنعرف احنا هنقفل الدرس في نفس اللي هو اللي بنستنى شوية في بعض الناس بتستنى لما الصديد كله ينزل من خلال القنوات عشان ما تقفلش على حاجة بتبقى انت منظف كويس غاسل كويس ساحب كل العدوى اللي في المكان وبقى تدي بقى مضاد حاجة لكن انت تدي مضاد حاجة عشان يعالج لهمش هيعالج حاجة خالص انت كده لو وصلت المرحلة ان انت نظفت القنوات وقفلت بعلاج جزور جيد ومضغوط وما فيش هوى وما فيش حاجة تعدي لا من جوة ولا من بقى يعني السواء للفم ما تعديش الخراج ولا العكس انت كده ضمنت ان الجزء المتباكي من الخراج دوت خلاص الجسم هيمتصه والقصة دي تنتهي منيدي مضاد حاجة وليه عشان ندعم الشغل اللي احنا عملناه مش هيعالج المضاد الحاجة واحدة مش هيعالج فاحنا نعمل القصة ديت وننظف كويس ونقفل وطبعا لازم هنركب تربوش بعد ما نخلص علاج الجزور في الوضع ده لان الدرس دوت بقى ضعيف كده هيبقى العلاج بتاعنا مثالي فانا بقول للاستاذ اللي بيسألني السؤال بتاع انا خدت مضاد حاجة للخراج وخف الكلام دوت مش طبيعي او مش مزبوط طيب هو بقى الكلام الناس بتسأله طب انا فعلا خدته وخفيت وفعلا ده بيبقى حصل ده ظاهريا ولكن احنا وصلنا لمرحلة عندك قلم شديد خدت مضاد حاجة مضاد للالتهاب القلم هدي مش الخراج راح فابتدى العصب يموت فالقلم راح هيجي بعدها بشهرين ثلاثة هتتعاد الكرة دي تاني بناء على ايه بناء على مناعة الجسم مجرد ان مناعة الجسم توطط شوية خلاص يبدأ القلم يزيد ويبدأ القصة دي تزيد نرجع ناخد مضاد حاجة تاني او مثلا بياخد مضاد حاجة تانية ملتهبة فهو بيات تصور ان هو كده عالج لا انت موت العصب ده انت من نعم ربنا ان بيبقى فيه قلم القلم ده بيقولك ان انا عندي مشكلة ايه حق اعالجها لو انت معالجتهاش انت هتدخل في سكة تانية بقى سكة الخراجة لكن مش معنى كده ان كل واحد عنده قلم ياخد مضاد حاجة ويخفي هو كده خف لا ظاهريا ايه الفرق ما بين حد شغله كويس دكتور انت شايفه شغله كويس ودكتور شايف ان هو شغله مش كويس عارف ايه الاتقان والتفاصيل القصة بتاعت ان انا معاملش اشعة مقطعية واشتغل بالبركة انت كلام مش طب مش مزبوط فكرة اني استعيد عن الاشعة المقطعية بالبانوراما كلام مش مزبوط هنجبلك ام ورجل مسلوخة فتلاقي الولد بصينهم كده عادي هنجبلك العوم فتلاقي الولد برضه بصينهم ها ها هاhere هواديك للدكتور يديك حقوقنا تلاقي الوضع عية حتى إحنا جيلنا كانوا أهلين برضو يقولولنا كده هتسكت ولا أديك الحقوقنا هتسكت ولا عمل مش عارف إيه فبيبقى حاجة مخيفة إحنا بنرسخ جوه أولادنا فكرة مدمرة دايماً الشغل الأمامي أو التركيبات الأمامية أو الزراعة الأمامية بتبقى عايزة إتقان شديد لأن في الابتسامة بتبين كل المشاكل في حاجات بالنسبة للدكترة تغيص دايماً وفي حاجات بالنسبة للدكترة تعصر قوي بتوصلك لمرحلة الغضب وفي حاجات بالنسبة للدكترة تقترب منها تخلي الدكتوري تشل